بتدرس يعني او في الجامعة وكده. تمام? طيب ديت انا حبيت ان انا بقالي يومين بفكر اسميها ايه او نقول عليها ايه? فلاقيت ان اكتر حاجة هتبقى مناسبة لها اسم ال جي بي اس. هو ال جي بي اس اصلا بيعمل ايه? يعني احنا مع بعض كده نفكر هو ال جي بي اس ده بيعمل ايه? هو اللي بيوجهنا للطريق. هو دوت اللي احنا لما بنبقى سايقين عربية. بنفتح الموبايل بنحط الجي بي اس. تمام دليل للطرق. بنفتح الموبايل ونبتدي نشوف الطريق بتاعنا فين? فهو بيوجهنا يمين وشمال. اه احنا هنا النهاردة عشان نشوف الموضوع دوت احنا ازاي نبدأ الحياة بتاعتنا? وامتى نبدأها? يعني مش ازاي نبدأها صح? لأ ده توقيت ان احنا نبدأها امتى? في ناس كتير قوي وانا كنت زمان منهم ايام الدراسة وللاسف دي حاجة مش كويسة نتقول انا اخلص دراستي? اخد الشهادة بتاعتي? بعد كده ابتدي اشوف المجال اللي ينفع انا ابقى فيه عامل ازاي? وهلأ ابقى مناسب ليه ولا لأ? ده صح? بس مش القصح. الصح ايه? صح ان من وانت في مرحلة ما قبل الحياة للدراسة او مرحلة ما قبل الجامعة قبل ما تخش الجامعة خالص لازم تبقى عارف انت عايز ايه? هو الفكرة كلها احنا دلوقتي خلصنا السنوية العامة بتاعتنا ودخلين الجامعة. وكاد اجزم ان تسعين في المية من الناس بتبقى داخل الجامعة حباها. مش مناسبة لشخصيتها ومش مناسبة للمهارات اللي هي اصلا بتمتلكها. ودي حاجة من الصح. يعني ايه? يعني ممكن مسلا انا واحد بحب اتعمك في الحياة السياسية. دايما كنت بعرف اتكلم اه وافهم السياسة دي ماشية ازاي. فمجموعي انا لقيت نفسي شاطر قوي فدخلت علم معلوم فدخلت طب. طب يا جماعة اه الطب دي حاجة كويسة وهبقى دكتور وتمام. بس ليه ما ما دخلتش ادبي وبقيت اه فدخلت مسلا اتصاد علم سياسية. فبالتالي اه هعمل الحاجة اللي انا بحبها. فمش فارق معي دلوقتي ان انا اجيب مجموع كويس قوي يدخلني كلها زي الطب. بس مش هتبقى دية المناسبة لشخصيتي. هلاقيني برضو انا دكتور قاعد بتكلم في السياسة الاصل المفروض الوزير دوت كان يعمل كزا والرئيس ده كان يعمل كزا. فدايما توقيت الجي بي اس بتاعنا نفتحه قبل الدراسة بتاعتنا بشوية صغيرين كده يعني قبل الحياة الدراسية ما تبتدي اصلا. والحياة الدراسية خلينا نتكلم بصراحة. السنوية العامة في الوضع التعالي اللي احنا فيها ديت مجرد ان احنا بنمتحانها عشان تدينا تقدير او تدينا درجة بتدخلنا كلية. وفي ناس كتير او للأسف بتخش الكلية بتاعتها بتبقى اه دخلها لمجرد ان هي تقدير كويس فدخلت الكلية بتاعتها او وعدد دي قليل جدا ان هما بيجيبوا درجات مناسبة لها فبيخشوا كلية اه هما بيحبوها. طيب. احنا دخلنا كلية. هل في حد فينا من الناس اللي بسامعاني كلها? ويا ريت حد يعني يشارك معايا ويرفع ايده مسلا ويجاوبني. هل في حد قرر هو حابب يعمل ايه? اثناء الجامعة يعني من وهو في سنة اولى جامعة. من وهو لسه في سنة اولى جامعة. فكر وقال هو عايز يعمل ايه? طيب اه جهاد ممكن جاد تقول لنا. غادة غادة. وعليكم السلام. اه وانا اقولها جامعة انا اصلا دخل الكلية وانا مش حبيها. دي اول حاجة. اه تاني حاجة اللي انا. فانا قررت بقى اللي انا اه يعني ايه اعمل حاجة ليا اسناء الجامعة تعلم حاجات كتير بحيث اه اعرف اوفر لي فرصة شغل اللي انا اشتغل بها تجيب ليه عقد ليه خاص بيه اسناء الجامعة. السؤال اللي انا عايزة اسألهولي. ليه دخلت كلية انت مش حبيها? هل عشان تقديرك هو اللي دخلها لك? ولا اتفرض عليك? لا هو الاتنين صراحة. طب هل في تقديرك ده ما كانش فيه اي مجال تاني او اي كلية تانية تقدر تلبي حبك لحاجة معينة? هو كان فيه بس محدش وافي. انا ليه ليه يعني هم موافقتهم من عدمهم هتفرق معك انت ايه? وقتها انا ما كانش عندي النطج الكافي اللي يخليني اعترض واقول لا انا حبها ده وانا هكمل في ده. تمام. ومش هكمل. فما كنتش بالنطج اللي يخليني اقول لا. تمام. دخلت الكلية اللي انت مش بتحبيها بس بالرغم من كده متفوقة فيها ولا بمجرد بس انت بتنجح ليه? الله انا بحاول فلوة وانجح بس. حلو حلو. بس بتعمل ايه? يعني ايه الا ايه العجل في المقابل اللي انت بتعمليها في اللي انت بتحبيه? اه هو انا اصلا كنت حابة اللي انا يعني ما علينا مجموعة ما جابهاش يعني. اه دلوقتي انا قررت اللي انا اتعلم انجلش وتور في الانجلش بتاعي بدأت ان انا اتعلم ماركتنج اشتغلت كزا حاجة اونلاين ما مكادش تخصصية قوي بس اتعرفت فيها على ناس كتير خالص بصراحة اه بتاعت جدا. انا حابة اللي انا اشتغل اه فترة مؤقتة يعني انا دلوقتي بشتغل على اللغة الانجليزية بتاعتي عشان تبقى متطورة شوية. وحابة جنبها يعني اتعلم هيساعدني برضو شوية. واتعلم اه برضو مشاركة في كزا وبي ار و او ار. اه حابة اللي انا يعني اشوف كزا حاجة وفي الاخر اختار حاجة اكمل فيها. بس الاساسي يعني اللي انا بشتغل عليه حاليا نوال انجلش عشان نشتغل كل شيء. حلو قوي. طيب بص انا نقول لك هقول لك حاجة يعني ده انتي انتي اكدت الكلام اللي انا كنت بقول. تمام? طيب هنصحك نصيحة ان انتي في التلات اربع حاجات اللي انتي عايزة تجربيهم عشان شوف انت بش اطرف ايه? اشتغلي فيهم. اشتغلي في كل حاجة على الاقل ستة شهور. مش مجرد ان انتي تقري عن الاتش ا ار مثلا. فالله الاتش ار ده العلم ده حلو قوي فانا انا هشتغل فيه خلاص. لأ. خالص. انتي ممكن بقريتك بجماغك انتي يعجبك الاتش ار. نفس العلم بيتبخ حد تاني ما يعجبوش الاتش ار. بالرغم ان الشخص اللي ما يعجبوش العلم ده لمجرد النورة ممكن يبقى سطر جدا فيه ويبدع فيه لما يشتغل. فانا حابب يا جماعة اللي عنده اكتر من اتجاه. انا عايزة اشتغل اتش ار. لأ انا عايزة اشتغل ماركتنج. انا عايزة اشتغل اه ايا كانت الحاجة اللي هو حبيبها. او اللي حابب انه يخش فيها. يخش يشتغل فيها مدة ست شهور. ينزل ترينينج ست شهور. ينزل اه في اي شركة حتى لو ما عنديش مشكلة. يقعد ست شهور دي اقل فترة ممكنة تقدر تقيم فيها نفسك. انت حب المجال ده ولا لأ? انت شخصيتك مناسبة للمجال ده ولا لأ? انت هتعرفي تبديعي في المجال ده ولا لأ? لان اي شغلانة كلنا لو اشتغلنا اي شغلانة هنعرف نشتغلها. وش هنقول لأ. بس هنبقى مجرد موظفين. زي ما بيقولوا كده بالبلد يبحطك ايدينا. هنخش المجال في عشرين اربعة وعشرين. هنوصل لعشرين اه اه عشرين تلاتين بنفس الدماغ بنفس الطريقة. احنا موظفين حبناك العيش. فعشان كده انا دايما بقول اللي عايز يخش مجال لازم يجربه. ما ينفعش ان انت تقول الله المجال ده شكله حلو قوي. المجال ده بيكسب فلوس كتير قوي. اللي بيكسبه فلوس من اي مجال. ده الناس حبين المجال فالمجال بيحبهم فبيديهم. تمام? هنحكي لكم قصة بسيطة كده صغيرة وبعدين نرجع ايه اه ندردس سوا مع بعض. زمان كان فيه واحد. الواحد ده اول ما خلص الجامعة بتاعته. وهو اقتصاد وعلوم سياسية. آآ جاله شغلانات كتير قوي. هو طبعا تخلص يعني قدم وخلص وراء الجيش بتاعه. فالجيش بتاعه الحمد لله يجاله آآ آآ اعفا. المهم فالشخص دوت ناس قريبه جيرانه وصحابه ما عارفه كانوا بيجيبوا له وظايف كتير بقى شاب لسه متخرج. وطبعا هو استحالة نبص على الفلوس في بداية حياتنا العملية احنا ببنركز في المادة قوي ببنركز ان احنا نشتغل شغلانا. نحبها زي ما قلتلكم نبدع فيها ونبقى حبنا عشان بعد كده هي دي اللي هتدينا الفلوس اللي احنا اصلا بنفكر فيها وبنحلم بها. هو كان دايما بيرفض. وشغلانات اي شاب لسه متخرج لو اتعرضت عليه هي يعني هيقول ايه ده الله ويفرح قوي ويجري عليها. لا. هو كان دايما يرفض. قعد سبع شهور في البيت بيجيه لوع بالزبط كل شهر ما بين وظيفة او اتنين او تلاتة. وهو كان دايما يرفض يا جماعة. لدرجة ان والدته زيعلت منه. قلت له انت هو انت خلاص انت مش عايش تشتغل. وام قال لها ايه? قال لها لا. هو انا الشغل بالنسبة لي خلاص متاح في شغل وبيجي وبيتوفر. السؤال اللي انا بسأله النفسي هو الشخص ده بيقول لوالدته كده. السؤال اللي انا بسأله النفسي في كل شغلانا بتجيلي. بعد سنة من الشغلانا دي هبقى فين? لو على اقل في حركة انا هتحركها. بعد سنة يبقى الشغلانا دي مناسبة لي. بغض النظر هي مناسبة وهحبها ولا لا? فكان دايما يرفض 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 يرفض. لحد ما في يوم الايام لظروف ما لقى نفسه محطوط في مشروع. يعني شركة كبيرة بيشتغل تايم كيبر. طبعا ما كانش يعرف يعني ايه اتشقار ما كانش يعرف يعني ايه الدنيا دي عاملة ازاي. المهم قال انا اجرب واخش واشوف الدنيا دي عاملة ازاي. فلا ان الموضوع على قد ما هو في الاول كان متعب جدا جدا جدا. لكن لا الموضوع حلو جدا. الموضوع آآ ممتع. ليه هو بالنسبة له الموضوع ممتع? لان هو بيحب يتعامل مع الناس. الشغلانة دي مناسبة لشخصيته. ده الاساس. قصتك هي دي قصتي يا جماعة. انا بحكي لكم قصتي واللي انا بحكي لكم ده الحقيقي خصل. خصل فعلا. وده اللي انا بحكيه ده بالزبط. وجدت بالصدفة البحثة ان انا اشتغلت في المجال ده. وكنت داخل على اساس ان انا بالزبط انا ابتديت الاتش آر كتايم كيبر في نوفمبر الفين واحداشر. قلت لغاية آآ فبراير او مارس الفين واتناشر. انا هجرب الموضوع. لقيت ان الموضوع انا بتعامل مع ناس. وبحل مشاكل ناس. وبقبط ناس. وبخصم لناس. مش فرحان بالموضوع دوت. بس الحاجات ديت انا تعاملتي مع الناس. انا اصلا بعرف اتعامل مع الناس. بعرف اتعامل مع المدير. بطريقته. ويحس ان انا مدير. وبعرف اتعامل مع الغفير بتاع المشروع. ويحس ان انا غفير زيه. بطريقة كلامي. بطريقة اسلوبي. بفهمه المعلومة زي ما هو عايز يفهمها. مش زي ما انا المفوضة افهمها لها. فحبيت الموضوع. فابدعت. ما كملت الست شهور اللي انا اصلا حاطتها كفترة اختبار لبيا. لقيت نفسي عايز آآ اكمل واتطور. واعلى. واروح في حتة تانية. الحمد لله اترقيت. ما بيتش انزل الصيت. ما بيتش الرف على الصناعية والعمال. قاعد في المكتب شغال. روحت مشروعه تاني وتالت ورابع. الحمد لله الموضوع مشي. انا بحكي لكم القصة دي ليه? عايز اقول لكم ان الموضوع كان كان لازم اجرب. دي اول حاجة. ما فيش حاجة اسمها. الله الحاجة دي شكلها حلو. والحاجة. وعلى فكرة ما كانش فلوسها حسن حاجة في الاول. بس انا حبيت ان اجرب. لقيت نفسي كويس فيها. فربنا كرمني فيها. دي نقطة. النقطة التانية. لو انا كنت وافقت مع اول شغلانة جات لي. كان زماني بقيت ايه? عمري ما كنت هوصل للحطة دي. فانا النقطتين اللي انا عايز اقولهلكو دايما. لازم تجربوا. مش تقرب. ومش تشوفوا. محمد اسامة بيتكلم عن الاتشقار على انك تقن. فالله الراجل ده بيتكلم حلو. فالعلم ده حلو قوي. فالموضوع ده جميل. فانا عايز اشتغل الاتشقار. لأ. ما ينفعش. جرب. وقبل ما تجرب لازم تسأل نفسك سؤال. المجال ده هيوديني فين بعد سنة? هفضل في نفس الموضوع ولا لأ? السؤال التاني. المجال ده مناسب لشخصيتي ولا لأ? لو مناسب لشخصيتي. يعني مثلا. المحاسب ما ينفعش ما ينفعش واحد شخصيته اجتماعية قوي. وبياخد عن الناس قوي يتكلم مع كل الناس بكل اريحية قوي. ده رأي. ويبقى محاسب لان المحاسب عايز نوع معين من الادارة مختلف عن الاتش ار. لان انا بتعامل مع كل الناس ولازم اتعامل مع كل الناس. واعرف اتعامل مع كل الناس. لا. المحاسب دوت. لو الناس اخدت عليه بالبلد بقى. لو الناس اخدت عليه مش هيبقى محاسب شاطر. يا يتكلم مع الناس ويهزر مع الناس بس يازمي بقى عارف يهزر امتى ويتكلم امتى وفي الاخر ده راجل بيتعامل مع فلوس. فكل حاجة ولها طبعه. كل حاجة ولها طريقتها. فالانا بقول لكم دوت طبقوه على نفسكو من وانتو بتدرسوا. انا عايز انا عايز اشتغل في ايه? انا حابب اشتغل في ايه? انا شخصيتي بتناسب ايه? فلما توصلوا للي انتو عايزينه او بتاعكو يوصلكو للي انتو عايزينه ساعتها تبتدوا تجربوا. ويا سلام لو ابتديتوها بادري شوية عني مش تقعدوا لسه تشوفوا الجيش بتاعكو بالنسبة للصبيان وبعد كيه تقعدوا سبع شهور او فترة كبيرة وتبتدوا تشوفوا الموضوع عامل ازاي? لا ده انت لو عملتوا ده من وينتو بتدرسوا? طيب مجال اللي اتشقار حلو قوي فانا هخش هشوف هعد هجرب شركة هاخد فيها هتعلم فيها لقيت المجال كويس هبتدي من وانا بدرس? اخد كرصات. هبتدي اشوف حاجة اه هتكلم مع محمد اسامة في المجال هتكلم مع غيري وغيري وغيري وناس احسن مني بكتير قوي في المجال لحد ما يبقى عندك فكرة عامة فتخرج تشتغل في المجال فانت انجزت من عمرك تلات اربع سنين وارد جدا ان هم يفرق معك بعديد. فدي البداية لانا كنت عايز اتكلم معكم فيها هنفتح اللي عنده سؤال يعني اسألني فيه في اللي انا اتكلمت فيه وعدين نرجع نكمل كلامنا ازاي بقى لما نختار شغلتنا ازاي? ولما نخش الشغل نتعامل ازاي? فاللي عنده سؤال انا يعني تحت امروك انا احابب اسمعكم. طيب اتفضل يا منا. انا شايفة ان حافظك نهيه مدد سنة دات مش قليلة شوية? شايفي يا فندم? ان هي سنة ان انا مسلا لو فيه وزيفة قدامي. مش مش درجة سنة انا ممكن احاق فيها حاجة. حاسة ان سنة قليلة. لا يا فندم انا ما قلتش كده. انا ما قلتش التموح كله بتاع الشغلانة وبتاع حلمك يتحق في سنة. لا مش التموح. قد بتقول مسلا فيه وزيفة جاي لك وفور تشوف فلاصف فيها هتوبة فين بعد سنة. هتوصل. 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 انت هتتحرك من مكانك في خلال سنة ولا لأ. يعني انت لو حبيت تشتغلي في المجال بتاع الهر. تمام? تمام. تخلت المجال. انت بشخصيتك. بشخصيتك انت اللي انت عارفها اكتر من اي حد. شايفة ان بعد سنة. هتقدري تتحركي وتبقي حد اعلى شوية من مكانك من اول ما تخشي ولا لا? لو قلت اه انا قادرة لان المجال مناسب لي. انا مناسبة للمجال. الطريقة وانا علمي مناسب جدا لي انا عندي عندي وعندي كويسة للمجال فبعد سنة اكيد مش هبقى ده انا ممكن ابقى بعد سنة. لو انت قررتي وبينك وبين نفسك يجيبي قسم بتاعك قالك ده كده خشي المجال ده. ما بقولش ان انت بعد سنة هتبقي ايه اشتر واحدة في المجال. لا خالص انا مش بكلم كده. انت اللي تقرري من قبل ما تخش في المجال. وده مع مع ان انت في خلال ستة شهور هتقيم نفسك زي ما انا قلت في الاول. ماشي. بس ما فيه ناس تاني هتقيمني. انا قيمت نفسي وبقيت زيلف. لو اخدت قرصات جاء لمدير بقى طلعيني. اه ايه الحل بقى? طيب. انت قلت حاجة كويسة هو. انت شايفة ان انت كويسة بس انت المدير طلع عينك عشان المدير مش كويس ولا عشان انت اللي فعلا مش مش مناسبة للشغلينة. انا عمات مش هشتغل اتش ار اصلا. انا بدي دايما مسال على الاتش ار لانه مجالي. فانا دايما ده المسال انا بديك مسال يعني. ده مجرد مسال. انت بعد سنة في مجالك اللي انت عايزة تبقي فيه. مجالة هتحدث بعد خمس سجين. مش بعد سنة. ايا كان. ايا كان. انت شايفة ان الابداع بتاعك او ان انت هتتطوري بعد سنة. اللي مانعك دلوقتي انت نفسك عند القصور في علمك وشخصيتك. ولا المدير المكان مش مساعدينك في كده. المشرف بتاعي مش مساعدينها في كده. يبقى انت ما اصرتش مع نفسك. لا ما اصرتش. ده مطلع عينة. يبقى استحالة ان انت تقول ان انت غلطانة في حاجة. يبقى هتكملي في المجال مش في نفس الشركة في شركة تانية. بس في نفس المجال المجال ما اصرش معك ولا انت ما اصرها معها في حاجة. مش حكيت مجال. دلوقتي في عندي مشرف بيشرف عليا. فالمشرف يعني ما عمل مش عارف عمله اي عملي. ايوة انت شون بتاعك اللي اقول. حضر المجستير. اوكي فانت المشرف بتاعك اللي هو بيشرف على الرسالة بتاعك صح? ام. طيب انت شايفة ان انت مقصرة في ايه? اللي كي في ناحيتك انت انا مش ضعبي دلوقتي. انت شايفة ان عندك تقصير في حاجة. ايه? مش عارفة. هو مش عارفة اتعامل معاه. ايه يبقى المشكلة عندك انت. انت اللي قلت اهو انا مش عارفة اتعامل معاه. لازم تعرفة تتعامل معاه. لان ده هينطبق عليك لما تخش الشغل يا جماعة احنا في الشغل بتاعنا احنا لازم احنا نقيف طريقتنا على المدير بتاعنا مش عشان هو وحش. او حلو. طريقة ادارته. لو هو انسان مش ساوية منه. وبيحاول انه يضايقك عشان هو انسان مش ساوي ده وضع تاني انا ما بتكلمش في ده. لكن انت بتقولي هو متشدد شوية. انا لازم الشغل اللي يطلع من تحت ايه دي يكون بيرفكت ما فوش غلطة عشان انا عارفة ان المدير بتاعي متشدد شوية. انت بتغيري من اسلوب ادارتك بناء على طريق مديرك. انا بتكلم على ادارة مش بتكلم على اسلوب حياة واتيتيود معاكي. في فرق طبعا وانتو كلكم فاهمين قصدي. مم. قهمت قصدي? او. 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 السنة مش مكياس للحياة العملية كلها. السنة ديت انت اللي بتسألي نفسك بتاعك اللي بيقولك. هل بعد سنة? عشان انا في الماجستير بتاعي دوت انا انسانة شطرة ومبتهدة. لو اشتغلت بيه هيوصلني وهعلق وهطلع درجة طالما متأكدة انك هتطلعها درجة في سنة يبقى انت على مدار خمس ست سنين هتبقى في حتة كويسة جدا في الحتة بتاعتك. تمام? ده اصل بكلمة السنة دي. ايوة. شكرا. تفضل لكريم. كريم عويسي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله بركاته. اه طبعا اسم محمد اللي انتك كلمت فيه صح جدا اللي هو لازم اه اه تعايش مع الشهر دانا فترة اللي هو مسلا ستة شهور بعدها عن او مسلا نقرأ او غيره نتقلل من نظري. فتكون علاقة ايش لو احنا مسلا اتقلمنا بس بغض النظر مسلا لو انا وحصل بالفعل انا مسلا في الواقع لو انا اشتغلت الستة شهور دول مسلا حصلت مع حد النصحاب يعني مسلا اه اشتغلت سيبزي وكده في بعض الاماكن تانية فهو ده اصلا مش اه كاريره او ده مش شغل انتو فهو تقفل الموضوع بسبب ان هما مسلا اه منظمة اللي هو كان فيها مش كواسة فهو كده تقفل من الموضوع نفسه عموما ككل فده كده بيرجع لانه هو مسلا معداش الستة شهور او اكتر ان الجي بي اس بتاعه في الاول كان عنده مشكلة فيه قال له يمين فهو قال لك لأ طب ما انا ما خش الشارع اللي بعديه هو هيقربني ما اسمعش كلامه هو انت قلت جملة في النص كده هو مش حابب المجال صح? انت قلت كده? لا هو مسلا انا اجرب مسلا اشوف انا هنا ولا هنا اللي هو مسلا اجرب كزا حلو فهو قال اجرب هو شايف ان ان شخصيته متناسبة مع السيلزي ده السؤال الاولاني ازاي سأل فيها اكتر هو الاجابة كانت اه انا شايفة يا مع السيلز ده ليه شخصية معينة يعني انا عشان ابيع انا لازم اللي قدامي يرتحلي يرتحلي في كل حاجة مسلا تمام فهو وبيعرف يتكلم وشبه ال اتش ار شوية ان هو بيعرف يتعامل مع الناس وهو بيعرف يتعامل مع واحد جاي يشتري حاجة بملايين وواحد جاي ممعوش فلوس في جيبه بس هو جاي يسأل فتح يعني بيعرف يتعامل مع كل الناس هو لما سأل نفسه السؤال ده يا كريم وقال انا راجل عايز اشتغل في السيلزي هل شخصيته متناسبة مع الشغلانة دي? ولا لأ? لو اه متناسبة? لو اه وبالنسبة له الاجابة كث اه انا شايف ان انا براجل بعرف ابيع ووقنا اللي قدامي واعرف اتفاود واعرف 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 واشتغل وما لقاش نفسه فيها دي حاجة تاني. لكن هو مش متناسبة ليه ولا جرب هو في الاول في مشكلة. كامل يا كريم معايا? اوه تمام معك. هو السؤال بقى هل هو جاوب على السؤال وقال ان اه فعلا شخصيته متناسبة مع ديته وبالرغم من كده يعني ما ما حسش ان هو كويس فيها? اللي هو اصلا ما كملش خالص هو تقفل من المجال فانا اصد انا السؤال ان هو مسلا شايف انه مصف تشهور مش كفاية ان هو مسلا ايه? ممكن يتنقل من موظمة من موظمة او من حيط الهيطة عشان ما يظلمش المجال عموما ان هو كممكن يبقى حاجة تعالية في المجال ده طبعا. فهو مسلا انت هو تقفل من مجال عموما انه يكمل بيوته عادي بس شافت مجال غيره يعني. طيب انت اصدق انه ممكن يكون يلعب في المكان مش في الوظيفة نفسها صح? اه اه بزبط. طيب. في قاعدة في قاعدة انا بحبها جدا 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 من ضمن قواعد كتير جدا خدتها من حياتي من والدي من صحابي من دكاتريتي من مديريني. قاعدة دي دايما بقول ايه? ان لو الحاجة فيها او لأة في احتمال ان او لأة يبقى الكفة اللأة او او حش هي الغالبة. تمام? لو هو شايف لو هو شايف زميلك ده. ان ان ممكن يكون حتى لو نسبة بسيطة جدا. حتى لو نسبة بسيطة جدا. ان هو شاطر في الحتة دي. بس المكان اللي هو فيه مش مساعده يبقى هو عنده حق فيه. يشوف مكان تاني ويدن نفسه فرصة ست شهور كحد اقصى يقدر يقيم نفسه. طيب تخيل ان زميلك ده راح مكان تاني بمواصفات تانية ببيئة عمل مختلفة تماما. ولاقى نفسه انه برضو مش مش قادر يبدع في المجال. مش قادر يشتغل الشغلية دي. يبقى من الاساس الشغلية دي مش مناسبة لي. لانه جرب اكتر من حاجة. صح كريم? اه بزبط تبقى كده لعب من هو مش من المنظمة. ايه? تبقى كده لعب من هو. طيب لكن لو هو من المكان الاولاني متأكد مليون في المية. مليون في المية من المنظمة دي. وحشة جدا. وهو اللي عنده الحاجة الكويسة والمنظمة مش مساعدية. يبقى طلاص. هو واخد القرار ان ديش اغلانته ايا كان نوع المنظمة وهيشتغل فيها. ولازم يبقى عامل حسابه. وكلكم تبقى عاملين حسابكو على حاجة معينة جدا. احنا مش هنشتغل في بيئة عمل وردية. مفيش بيئة عمل وردية وفيها مفيش بيئة عمل جنة. من الاخر. عشان بس انه ما بتفقين. حتى لو انتم بقيتوا في يوم الايام واصحاب شركات. بيئة العمل بتاعتكم اللي انتم بتحلموا بيها اللي عايزين تعملوها مش هتبقى وردية لكل الناس الموظفين عندوك في الشركة. دي قاعدة لازم تبقى عارفين. فتفضل يا بوليس. العوال سلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلام يا حبيبي. لا يخليك. انا في سنة ربعة جارة قسمة محاسبة بس عايز اخد رأي حضرتك في حاجة كم. طبعا اتفضل. انا معروض علي ان انا اشتغل في معرض اجهزة كهربائية كمحاسب وسيلز في نفس الوقت. تمام. بس مشكلة الوظيفة دي وانا معروض عليها الشغل من دلوقتي من قبل ما اطلع من الكلية يعني. تمام. وشتلت الشغل لنا دي اني من تسعة الصبح لحد الساعة احداشر بالليل. تمام. بكام بقى? مرتب كام? لا لسه متكلمناش في فلوس الجلي بس صاحب الشغل يعني معرفة جديمة. اه جلي مش هنختلف على فلوس. طيب بص يا بوليس هقول لك على حاجة. انت انت سؤالك اوافق ولا ما وفقش? اه. طيب السؤال الاولان هي هتأثر عليك في جمعتك? ومذكرتك? لا ده هي بعد الجامعة هي هتاخد اليوم كله مش هعارف اعمل حاجة تانية. اي يعني هتاخد الجامعة يبقى تأثر عليك. لا انا في سنة رابعة يعني بعد ما اتخرج لسه انا حاليا بتضرب فيها. اه يعني انت هو بيعرض عليك انه بعد التخرج تشتغل الشغلينة دي. اه بالزبط. السؤال انا عايز اسأله لك وده مهم جدا جدا جدا. هيكون عندك مدير في المكان ده ولا انت هتبقى مدير نفسك? لا. في اتنين مديرين اعلى مني. اعلى منك? اه هو معرض اجهزة كهربائية كبير. ايه حبيب ماشي. لا بص. انا ليه بس اعلك السؤال ده. اه. وانت هتشتغل انت المحاسب اللي في المكان. انت المحاسب اللي في المكان. بس. انا اللي بقول الوقت بقول لك لا ما تشتغلهاش. اه. لان انت هيديك مرتب محترم. وهتفرح بوظيفة محترمة. وهتقول الله ده انا بقيت مدير. تمام? هتلاقي نفسك واعت في حتة مش هتطعف تخرج منها بقيت حياتك. مين اللي هيقول لك انت غلطان ومش غلطان في شغلك لما تغلط? مفيش. مين اللي هيقول لك انت ماشي صح او ماشي غلط? مفيش. مين اللي هيحسبك او يقول لك الله ينور لما تغلط او تبقى عامل حاجة صح. مفيش. فانت كل حياتك هتبقى صح في صح. فلو حبيت في يوم ما اليوم بعد سانة اتنين تلاتة تخرج تروح شركة تانية صدقني هتلاقي نفسك بتوع مش طفل شغل في الشركات. عشان كده سؤالي هل انت عندك مدير في المكان ده ولا لا? طالما في مدير وهتتعلم تفضل روح. بس انا عندي تحفظ على فكرة انك محاسب وسيلز. يعني مش شايفهم مع بعض. مش شايفهم راجبين على بعض. مم. فيعني يعني ده رأييه لو تعرف تبعد عن موضوع السيلز دوت وتقول انا عايزة بقى محاسب عايزة بقى راجل في حسابات مسكلك الحسابات بعد الشركة او المعرض دوت. واديك شغل اللي انت عايز وزيادة ايا كان المرتب احنا اتفاقنا احنا في الباية حياتنا احنا بنشتغل عشان ناخد خبرة. بالزبط. لو الراجل تمام ما عندوش مشكلة يبقى اهل واسعة. قال لك لا انا محتاج الاتنين والله لو انت موافق يبقى بعد اذنك كاخ هطلب منك انك تقول له هتحاسبني على الاتنين منفاصلين انت مرتب. وشوف رد فعله. يعني ايه يعني لو المحاسب بالف مثلا والسلسل بالف فانا هاخد الفين. مش الاتنين مع بعض ويديك الف ونص. وصلت الفيكرة ايوتي. لما انت موافق مع ان انا مش حابب دي. اعرض على الاول قول له انا راجل خريج حسابات خريج محاسبة وانا شاطر في حتتي وانا عايز ابقى في دي بغض النظر عن المرتب. يعني لو هو كان هيديك عطرة قول له يا عم الديني سبعة الديني ستة الديني خمسة. بس ابقى راجل محاسب اشتغل تمان ساعات. وهتلاقيني من نفسي عادك لما يكون في شغل انا مش براجل موظف. تمام. لو لعشان بقى وانت عايز ارشن في الاول بس بص عشان برضو ايه? انت ارتضيت بحاجة في الاول مش عايز بعد كده يجي هو اللي يعني ده يأثر على ده. فده رأيي وانا يعني اتمنى ان رأي يعني لو عجبك تعمله. واتمنى ان انت تعرف تقنعه به لان ده اللي هيخليك بعد كده تبقى مبدع في حتتك. طفعنا? تمام اسمع رأيي حضرتك. تمام ربنا يوفاك ان شاء الله. تمام سؤال تاني بس معلش. رضي رضي. انا شايف اني مش متوافق مع شخصيتي. هل اكمل فيها وتعلم ولا ابعد عنها خلاص? والله عايز تجرب مجرد للتجربة مع ان انت قلت جملة دي تخليك تبعد عنها اصلا مش متوافق مع شخصيتك. يعني سيلز عايز حد بيع انا ما بعرفش بيه انا رجل بتاع ورق وكمبيوتر. يا ما مش تعرف تشتغل سيلز. سيلز مش بتاع مكتب وورق وكمبيوتر. واللي اشتغل سيلز هنا يقدر يأكد المعلومة دي قبل كده. انا في انا من ضمن الحاجات اللي اشتغلتها انا في الجامعة سيلز. كنت بلف على القهاوي فاكرين مش عايف بتشوفو انت الناس بتلف بمحافظ وحزمة. كيف يعني ما حستش ان دي مجلة انا هشتغل فيها وهبدع فيها بس استفدت منها حاجات كتير الحمد لله. ما عرفتش. ما عرفش هلف طول اليوم. بقى لو حد يعني حستي الموضوع مش بتاعي فما كملتش فيه مع انك فلوسها كويسة. بس انا مش هعرف اجيب الفلوس دي. فلا مش قصة التقنة. اه تقنة اللي قدامه طبعا ولبقة وكل حاجة بس اه زي ما بوليس اه انا زي ما هو مش عايز ناس برضو بتاعت مكتب وورق وكمبيوتر. السيلز دوت بالتليفون العميل لو لو ع السرير قاد بيكحه مش قادر ينزل السيلز دي بقى عجبه كده. بيقنعه بالشقة ولا بيقنعه بالحاجة اللي هو بيبيحها. فعايز واحد بيتحرك. لكن انت يا بوليس بتقول انا راجل بتاع مكتب وورق وكمبيوتر انت راجل محاسم. فخليك في ده. هتبقى في يوم الايام من الناس الشاطر اقوه في مجالك. ابدع فيه واشتغل فيه وركز فيه. وربنا يوفقك ان شاء الله. تفضل يا عبدو. شكرا لحضرتك. بالتوفيه ان شاء الله. وعليكم السلامة الله بركاته. ممكن تعلي صوتك يا عبدو معليش? ايو ايو. معليش بس كان عندي سؤال. انا اصلت كلية التجارة. تمام? حالك ساماني. اه اتفضل اتفضل سامان. اه لسه افتلت كلية التجارة ويعني ومش عارف اعدد الكارير بتاعي. مش مش عارف اخش ادارة اعمال مش عارف اعرف اللي عندي. مش عارف اخش انهو كارير. مش عارف ايه الحاجات اللي انا مميز فيها يعني يعني شخصية بس يعني انا اهو بس مش عارف انا عندي ايه. مش عارف مع اني بابا عايز اخش كريم. حسرت سؤال جميل جدا. انت بينكم بين اصحابك. بينكم بين اصحابك. انت بتقعد مع اصحابك على الاهوة صح? لا. ساماني يا عبدو? ايو ايو لا ما بقعدش معاهم يعني. ماشي يا بتقعد مع اصحابك في اي مكان المكان. مش دايما كده ساعد اصحابك. ما علينا يا عبدو. يا عبدو انت شاطر يا عبدو في الحتة دي. انت بتعمل. بقول لك يا عبدو اروح اعمل لنا الموضوع ده انت شاطر فيها. صح? مش بيسعدوا لك كده? ساعد او بس ايه الحقيقة? لازم تفتكر واكيد فاكر. ستدوني الحاجات دي اللي بتطلع بينكم وبالناس منكم. سواء اهل اقارب اصحاب. ايه ايه حاجة واحدة اللي انا بعرف اعملها ان انا اكتب سي بس. اكتر من كده مش عارف ايه اللي عندي اصلا. مش عارف حد الاتجاهات اصلا. يعني ايه بتكتب سي فيه? مش فاهمالي دي يعني ايه بتكتب سي فيه? يعني مثلا انا الصحابي مش عاملين سي فيهات. وانا تعلمت خط يعني حضرت ووركشوبس وكده عن ازاي بتاعك ازاي اصلا انت تحضر انتروبيوه. شوية حاجات كده يعني. مم. فهي دي يعني حضرتك قلتهم بيقولوا انت شاطر فيه. فلما حد بقول انا عايز اقدم على تدريبه ومش عارفة تقول له معندي سي فيه. طوله يا ام هتعمله لك عادي. حافي يا ام هتعمله لك سهل يعني. انت ليه بقيت تعرف تعمل السي فيه? نعم. انت ليه دلوقتي بقيت تعرف تعمل السي فيه? عشان خط ووركشوبس وخضرته لش عامل يعني. ولقيت نفسك بتعمل سي فيه وممكن يكون ربنا قرم بحد من اصحابك اشتغل بالسي فيه اللي انت عملتوله ده. ما تاخد ووركشوبس في حاجات كتير مختلفة جوة مجالك تقدر تقيم فيها حياتك اللي جايشك اللي اعمل ازاي وانت بقى حابب ايه? طالما ده اللي بيساعدك ان ده المونيتور بتاعك ان انت بتقول الله انا هبقى كويس في دي. انت قاعك في الوركشوب دوت شاطر بتشارك بتعمل بتسوي. طب ما انا كمل في الحيطة دي. ايه رأيك? حلو بس برجع واقول بعد كده يعني يعني مش هتبقى مرتبعة حلو مش هتبقى حلوة بالنسبة لي لان اخش محاسبة واشتغلت مكتب محاسبة وارجعت انا اقول لا ده ضغطة ومش عارف ايه. طب اخش في المجال الماركتينج لأ ده تقيل ولسه هبدأ من الاول يعني شخص. حبيبي هو انت قررت وطيمت انك بالراحة بس. انت دلوقتي لازم تبقى حاطة مقطة في دميرك. انت بتتكلم على المرتب ولا بتتكلم ان انت حابب المكان ولا بتتكلم ان انت عايز تبقى متطور في الحتة دي. ما تبصش لمرتب دلوقتي. انا عايز دلوقتي. لا ماشي ماشي انا عايز احدد كرير ابقى يعني ايه? اهو لو تعبت شوية ما عنديش مشكلة. بس يعني مش اللي هو. لو تعبت شوية. انت عشان تبقى ساطر في حتتك لازم تتعب. والتعب ده على فكرة يبقى القلبك زي العسل. بس في المجال اللي انا حابه في المجال اللي انا حابه اصلا اللي هو مسلا اه افايناش المانجر ده اصلا وده يعني هنسف الطراب حرفيا عشان نوصل لبوزيشن حلو اصلا. ممكن ما نوصلش اصلا. لا 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 عشان توصل لا ايه حلو. يتقال عليك كده. ده عبده هو اهو اللي في المجال ده مش عايز اقول لفظة هتصف الطراب ده بس فعلا فعلا هتشأ وتتعب عشان توصل لده. خد دلك حتى لو انت بتعشق المجال ده هتحصل فيك كده وهيقابلك عقبات ده شيء طبيعي جدا ده جدا انت لو لقيت نفسك بتنجح من غير عقبات انت عندك مشكلة. يعني انا انا مثلا اه بعد ازنا حضرتك كنت اه في مكان كبي ار. تمام. ومازا بعد ما لقيتش نفس ما لقيتش اصلا ان احنا بنعمل حاجة مفيدة. غلطت تاني ودخلت بي ار تاني في مكان تاني. طب ايه الغلطة دي? طب هب هب اا ما توفقتش في المكان التاني وخرجت. طب انا عملت خشيت تاني في تيم تاني مسلا في لجنة الكنتينت. طب انا مش عارف احدد اصلا المجال يعني ان فيش حاجة جاية معايا اصلا. يا حبيبي انت لازم انت انت بقنا انا عليه قلت ان الماركتينج لسه تبتدي من الاول انت قريت فيه وخدت فيه حاجة او ده او عندك فيه قريت فيه. انا عارف بعض الحاجات بعرف بعض الحاجات عن الماركتينج بس مش كلها. ايو انت لازم مش هقولك تعرف كل حاجة عن المجال انت لازم تعرف المجال وتتطلع فيه وتخش جواه في فترة زمنية مش عادر احدد هلك ده بتاعتك انت عشان تقول اه ده انا ممكن اجرب اللي انا قريته ده هينفعني ولا لأ? انت ده اللي انا بقوله لكم دلوقتي يا جماعة. يا عبدو انت في مرحلة دلوقتي تجربة. انت لو عندك مشوار ومشوارك ومعادك ده الساعة ستة. ستة لمغرب. ونازل متحرك من البيت الساعة اربعة. ومشيت في طريق غلط. الجيب اس بتاعك ودك في طريق غلط. هل هتبقى حامل هم المشوار والتأخير? ولا لما تنزل الساعة خمسة وتخش طريق غلط هتبقى حامل الهم. يعني كل ما. يبقى لما تنزل بدري حتى لو اتأخرت ودخلت شارع غلط ولفت ورجعت تاني انت برضو من راحة ومركز وعندك وقت كاف ان انت تقدر ترجع تاني طريق عشان تشوف طريق من اول وجديد صح? ده اللي انا بقوله دلوقتي. صح. انت في توقيت ممتاز. انت لسه في الجامعة. سنة تالتة. فانت تقدر دلوقتي قدامك سنة. ليه السنة اللي انت فيها? وسنة لسه جاية تقدر تكرر وتجرب وتقول ده حلو وده وحش براحتك. انا مش عايزك من دلوقتي تقول ايه ده? لأ ما ينفعش. انا ازاي? انا لازم من دلوقتي. اه لازم من دلوقتي تكرر. بس خد وقتك مش عايزك تستعجل. جربت البي ار ما نفعش. جرب المحاسبة. انزل مركز محاسبة محترم جرب فيه تدرب فيه وشوف الوضع عامل ازاي? انزل شركة اقول انا هجرب السيلزة ممكن انت راجل انت بتقف تتكلم وبتاخد وتدي ممكن تلاقي نفسك في السيلزة كويس. فخد وقتك وجرب وخد ووركشوب في الماركتينج. شوف الناس دي بتتكلم ازاي? شوف الناس دي هتأهلك ازاي في الحتة دي? خد ووركشوب في الاتش ار خد ووركشوب في الفاينانس. في كل المجالات اللي انت حابب فيها تشتغل عشان تقول الله. المجال ده لحد ما انا انا حبيته. انا مناسب لشخصيتي فهخش فيه. تمام? ايوة جت لفترة كده برضو كنت دخلت اتش ار فحبيت الفكرة اكتر. طيب طالع اكتر. خد ووركشوب في الاتش ار على السي في. ولقيت نفسك شاطر وبتعمل اصحابك. ايوة ايوة ايوة. يعني المطلوب دلوقت ان انا مثلا اجرب كل مجالة لو حتى هنزل في انترن مثلا ساي شهر شهر ونص. المشكلة. طبعا 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 مش خد بالك ومش تنزل المجال ده تاخد في انترن شهر شهر ونص دوت تقول الله حلو قوي انا فيقت في المجال لا. خش مجال تاني. مجال تالت. بعدين قيم التجربة كلها. قول اه انا دخلت اربع مجالات بس المجال ده اللي لقيت نفسي فيه. فانا هقعد القعدة دي. هخش الشغلانة دي. تمام? تمام. فضل يا سلمة. شكرا لحضرت. اللي عفتحت امرك. كيف سلمة خارج طيب. وانت بصحة والسلامة. هو انا عندي مشكلة المشكلة دي عكس المشكلة اللي احنا كنا نتكلم فيها من شوية. انا في تانية بزنس ادمستريشن. اه في تانية بزنس ادمستريشن ودخلت المجال ده بناء على اختياري من من وقت سنة. تمام? ان انا كنت اكتب وبدخل اكتيبيتيز وبطوع وكده فحبيت التراك عمومة. اه وجمعت جمعت سكيلز كتير قوي انا مش عارفة هي ممكن تفيدني امتى وفي ايه بس جمعت سكيلز كتير قوي. عرفت اميتها لما نزلت سؤول عمل. زي مسلا سكيلز زي آآ رايتنج سكيلز زي كل السكيلز اللي احنا بنحتاجها في البزنس ان جنرال. طيب معلش هارد عليك بس رد بسيط جدا تقولت مش عارفة احتاجها يا امتى? لا انت هتحتاجيها. انا هتحتاجيها. انا هتحتاجيها. فاكنتش وقتها عارفة. انا حاليا باي سنة بشتغل. تمام? اشتغلت في اكتر من حاجة اه يعتبر في نفس المكان. آآ يعني انا بدأت شغل من اولى جامعة. تمام. اشتغلت في معظم. يعني اشتغلت في شركتين كلهم كانت ريال ستيت تمام? آآ دخلت في اكتر من حاجة. دخلت في الماركتنج. دخلت في السيلز. دخلت في في الاكاونتنج آآ اللي هي الكاش كوليكشن. ومشكلتي بقى ان انا لقيت نفسي في كل الحاجات دي. فما بقتش عارفة المفروض انا بقى موجودة في. تمام. انت شايف ان انت في كل الحاجات دي شطرة جدا فانت مش عارفة هتعمليها ازاي? او هتختاري ايه بناء على ايه? بقيت احابة اشتغل في الحاجات دي كلها مع بعض. هلو انت جاوبت كده على نص السؤال او نص الحياة او نص الجي بي اس اللي انا ده بتكلم فيه مع الشابات. تميلي. في حاجة تانية? اه الفكرة بقى دلوقتي كلها يعني مسلا انا دلوقتي اشغالها في في السيلز تمام? اه انا مبدئيا كنت بقول لنا انا اخر مجال ممكن اشتغل فيها هو مجال السيلز. معنا عشان عارفة هو قد ايه محتاج كم سكيلز كتيرة. اه الشركة في الفترة انا كنت بوجودة فيها انا دخلها في سنة هناك. اه جي معنجر واتنين وتلاتة بصابة ظروف معينة في الشركة. اوكي. كل كان عندهم نفس الوقت. ان انا لأ انا انفع في السيلز. مع ان انا حاسي ضغط زيادة عليا شوية يعني اللي محتاجها السيلز انا بضغط نفسي قوي عشان اعملها. فأوريدي ماشي بطلع نتيجة كويسة بس انا اه نفسيا مش مستريح مش حاسة ان انا مش مش بشكل كويس عن اللي ده يبقى جنيبي السيلز كده على جامعة. تمام ادي السيلز. الماركتينج تمام اه انا اشتغلت في الانسر في الانسر في الانسر في الانسر في الكونتينت كريشة تمام? فشوية بقيت مع الماركتينج في الكونتينت بشكل عام. ولأ شافوا ان انا بعمل كونتينت كويس او مش مش قوي بس بنعدل شوية حاجات تكنيكة البسيطة. بس ككونسبت في العموم او ان احنا بنطلع شغل فلا بنطلع شغل كواليتي بتاعته كويسة وبتعامل بيه كامبينز كاملا. تمام? تمام. ادي بالنسبة للنقطة بتاعت الماركتينج. بالنسبة للنقطة بتاعت دخلت كمان في النقطة بتاعت البزنس ديفولوبمنت. اه الشركة كان بتفتح مشروع جديد تمام بعيدا عن الاندستري اللي هي شغالة فيها. فما كانش في وقتها اه موظفين كتير تمسك المشروع فانا وقتها اه ده حماس مني قلت له خلاص انا انا اللي هبقى مسؤولة عن عن نحنا البروجيكت ده. وفعلا اه دخلت في الموضوع قوي وديت طاقة غير عادية فيه وفعلا وقد كان والمشروع تعمل. تمام. فحسيت ان انا ان انا في البيزنس ديفولوبمنت والادارة كمان انا كويسة. تمام. جينا بقى في المجال اللي هو مجال الاكاونتنج باي زوية انا مكنتش حابة الاكاونتنج خالص. انا مش مش موظف شخصيتين مش شخصيت. مكتب واتقريل. بس انا حابة بتاعتها يعني احب افهم المحاذبين بيعملوا ايه? وده هيجي ازاي? وانحنا ازاي بنعمل وزاي الدنيا بتمشي? بس لأ يعني انا مش حاسة ان انا اه هبقى بقتل من نفسي لو انا بقيت محاذب. طب هسألك سؤال كده من ناحية تانية. ما شوك على شغلانة? تلم كل ده في حاجة واحدة? انا نفسي عارف هي ايه? طب ما جربتش الاتش ار? الاتش ار لا ما جربتوش قبل كده. طب انت عارفة ايه اللي انا محتاجة في الاتش ار? هو الاتش ار بشكل عين يا اني بيبقى عنده يا ان هي هي يا ان او ان هو بشكل عين بيبقى موظفين. حتى بتاعة الموظفين. والسالاريز او مزبوط? مزبوط. طيب. وايه اللي مرتبط في زي السيلز? الهاندلينج انا هو بيهاندل الناس. بيهاندل الناس اللي جوه الشركة واللي عايزين يشتغلوا في الشركة او اللي هو عايز يجيبهم. صح? مزبوط. طيب وايه اللي مرتبط من اله ار بالبزنس ديفلومينت? لا دي مش عارفاها الصراح. ان انت لما بتبقى قاعدة انت دلوقتي لما انا لما انت بعد ما هتقفلي معي دلوقتي ومسلا مسلا واتمنى ان دا يحصل تقولي محمد اسامة ده حد كويس. فلو بكرة محمد اسامة نزل اعلان لتوظيف عنده في الشركة اللي هو فيها هتبقى حابة تشتغلي معه ولا لأ? اكيد طب. بس خلاص. يبقى انا عملت للشركة بتاعتي. صح. جربي في الاتش ار انت اشتغلت في الحاجات دي كلها الاتش ار فيها جزء كبير من الحاجات دي كلها الاتش ار كمان في حاجات اعلى شوية انت مهارة ان انت تفهم اللي قدامك وتتعامل معاه وتعرفي تخدي منه اللي انت عايزها بالطريقة اللي هو عايزها دي مهارة صعبة جدا. وبما انك قلت يعني عندي خدتها على مدار حياتي الدراسية والفترة اللي فاتت دي كلها اعتقد دي جدا هتنفعك وهتبقى مناسبة لك جدا. معي في مشكلة صغيرة. مش تفضلي. انا عندي مشكلة صغيرة برضو في الحتة دي ان انا اه مش شايفة ان انا موظفة او ان انا ينفع اكمل ان انا لان انا شخصيتي كشغل او كحد بيشتغل في المجال العاملية عموما. اه بحب ادي افورت كبير قوي قوي للمكان المكان اللي موجود. فانا بحس ان لو انا هدي افورت ده او انا هبذل كمل طاقة دي فابذلها في حاجة تبقى لي انا وبقى وبقى بزنس اونر احسن. طيب انت حتى ودي انا كنت هتكلم فيها في الجزء التانية ويعني اتمنى انت تركزي في اللي انا هقوله الفترة الجاية ان شاء الله في الفلسيشن يعني. بس هديكي نبزة صغيرة جدا. سؤال. هل ده سؤال ان عايزك تجاوبيه وبعدين انا هتكلم فيه باستفادة. هل انت شايفة ان بمجرد ما تخلص الجامعة بتاعتك ومعاكي فلوس كتير بعد ما تخلص انت ست مسلا دلوقتي خلصت الجامعة ومعاكي قرشين مسلا. الصحب ان انت تروحي تعملي بزنس وتبقى بزنس اونر ولا تبقى موظفة في شركة لفترة زمنية وبعدين تفتح البزنس بتاعك. لا ابقى موظفة طبعا عشان يعني اجرب يعني ما اجربش في نفسي. ما اجربش في رأس الميل بتاعي. انت جاوبت على السؤال. جاوبت على سؤالك انت على فكرة. صح. تمام? يعني نصيحة 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 اننا الفترة اللي جاية اركز شوية مع الاتش ار. اه بص فيه اقري فيه اطلع فيه خدي سيشن فيه كتير حسيت ان الموضوع تمام الاتش ار بيلم كل الجوانب ديت مش بقول ان كل دول جوه الاتش ار خالص بس اللي حابب يشتغل في في جزء في الاتش ار كبير فينانس. انت نفسك قلتين. اللي حابب في جزء كبير في الاتش ار سيلز. اللي حابب اللي حابب هتلاقي الاتش ار يعني الى حد ما هم تمانية في الاتش ار جواهم الحاجات دي كلها. فانت ما جربتش الفيلد دوت او ما جربتش المجال دوت. فلا ايه المانع خدي فيه الفكرة. وباللي انت بتقولي عن نفسك. وباللي انت بتقولي انت مش بتحب تبيع موظفة. ده يخليكي انا دايما كلمتي. انا مش موظف. انا مشيت من شركة. من اه ومن شركة كبيرة جدا جدا. لمجرد ان انا حسيت ان انا بقيت موظف. باجي الصبح بمشي اخر اليوم في معادي بعمل الحاجات اللي انا يعني انا لو وصلت المرحلة لفترة زمنية اللي اللي انا جاي عارفه ان انا عامله بيتعمل بس. ده بالنسبة لي انا بقيت موظفة. الاتش ار فيه اوبريشن كتير وفيه حركة كتير على مدار اليوم ومشاكل وانت بتهندل المشاكل ولوايح ومرتبات ومؤثرات وفيه حاجات كتير قوي. كتير وبكرة ده بيتفتح وده بيتقفل فيه فيه شغل كتير. فان انت فجأة تلاقي نفسك موظفة. لأ. كده الموضوع بالنسبة لي بقى صعب فاضطرت ان انا مش من المكان. مش عشان المكان وحش. فالاتشار كده. واي شغلانة كده. تمام? تمام. مش لي يا مستر محمد. بالتوفيه ان شاء الله. طيب احنا اه كلمنا خلاص خلصنا الجي بي اس بتاعنا وجهنا للحاجة اللي احنا عايزينها وقلنا ان احنا عايزين نبقى في الحتة ديت عشان هنبقى شاطرين فيها ونبدع فيها. ودايما بقول كلمة ابداع في كل كل لان احنا لو قعدنا في زي ما انا ما قلت من شوية انا لو بكتب النوتس بتاعتي بتاعة الحاجة اللي انا هعملها بكرة. لازم الحاجة ديت بالنسبة لي ما تخلص بطريقة انا بهندلها. بمعنى ايه? ان الشخص الشاطر في شغلانته هو اللي يبقى سابق شغلانته بخطر. انا ببقى عارف الشركة عايزة ايه? الفترة الجاية. ببقى عارف مديري عايز ايه الفترة الجاية. ببقى عارف انا عايز ايه الفترة الجاية? واكون بحضر الكلام ده كله. لما نخش شركة جديدة ونبقى احنا اصلا ده الطريقة بتاعت تفكيرنا. الشركة دي يا جماعة نوصل لمرحلة ان احنا لو حبينا نمشي الشركة هتقول لنا لأ عدوا انا مش عايزكم تمشوا. خليكم معايا او خليك معايا يا محمد. والحمد لله الحمد لله حصلت معايا. حصلت معايا في شركتين. انا تنقلاتي مش كتير على فكرة. يعني انا كل اه حياتي العملية في تلات اربع شركات. منهم حوالي ثمان سنين في شركة واحدة كبيرة. وشركة هي كانت شركة قرسكم بالمناسبة. والحمد الله يعني رحت اكتر من اكتر من مشروع فيها ولما جيت امشي الناس كانوا متمسكين بي بطريقة الحمد لله كويسة. فلأ انتوا رازم توصلوا لحتة دي. طيب. هاجي للسؤال انا كنت بتكلم فيه مع سلمة. كلنا في جزء مننا بيقول تبا انا ما افتح بيزنس بعد بعد ما اخلص الجامعة. نقول لي خلينا اشتغل عند حد واوجع دماغي ويتحكم فيا. تبا انا افتح بيزنس. انا سألت سؤال لسلمة. قلت لها يا سلمة دلوقتي احنا لو معانا فلوس. فلوس دي تكافيلة ان هي تخليني افتح بيزنس. الشرط ان انا افتح شركة كبيرة بموظفين بيزنس ان شاء الله بيزنس اونلاين. ده اسمه بيزنس برضي. وجيت بعد كده عايزة بقى اونر. الصح والمفروض ان انا افتح البيزنس ده ولا تمرمط وانا اقاصد اقول الكلمة دي في الشغلانة سنة اتنين تلاتة اربعة فاكتر من شغلانة لحد ببقى فاهم الناس دي عامل ازاي? عشان لما بصوا. عشان انا لما بقى اونر ويجي محمد اسمه اتشقار شغال معايا. ابقى فاهم محمد اسمه ده شاطر ولا مش شاطر? ابقى فاهم محمد اسمه ده بيعمل شغله صحة ولا لا? ابقى فاهم محمد اسمه دوت لما بيجي يعين لحد هو بيعين حد بناء على ايه? ان الرجل ده ان انا كمحمد اسمه مشاطر ولا لا? لو انا جد خرجت من الجامعة واشتغلت مفتحك بيزنس وقيت انا الاونر حتى لو انت شاطر جدا في البيزنس دوت انا لو ضعيف هاعرف اتحك عليك. لو انا ضعيف في شغلانتي هاعرف اتحك عليك. لان انت مشتغلتش اتشقار. هلعايز يبقى من نوكو? لازم على اللي اشتغل اتشقار اشتغل في الحسابات اشتغل في البيزنس اشتغل سيلز اشتغل في كل حاجة اشتغل في كل حاجة انا في حيات الدراسية اسناء دراس دي اشتغلت اشتغلت اه اشتغلت عامل نظافة. الحمد لله وفخور بالله انا بقوله دوت. وعرفتني الناس دي بتتكلم ازاي? والناس دي بتتعامل ازاي? ولما جيت اشتغلت في وبقيت اتعامل مع الفئة ديت انا بقيت عارف اتعامل معهم. كنت واحد منهم. كانت الناس ديت بقى ممكن في مشروع كبير جدا جدا فيه ولفات. ويحصل اضراب. كنت من الناس القليلة جدا 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 ان الانزل اقعد معهم ينزلوا الشغل بعديها. الحمد لله عشان انا بتتعامل بطريقتهم. انا واحد منهم. اشتغلت شغل انا كتير جدا. لما بقيت اتش ار مش بيزنس اونر بقى. ده وضع تاني. لما بقيت اتش ار فبقيت قعد عارف السواق دوت بيفكر ازاي? ولو هو بيكلمني بيقول لي ده انا قدام نصف ساعة هو ممكن يكون جيه ووصل بس قعد بشرب شايفة انا بقيت فاهمه. بقيت عارف السلز بيفكره ازاي? بقيت عارف فده ساعدني. فعشان كده خلاص خلصنا الجامعة معانا ارش رقم مبلغ عايزين نفتح بيزنس بتاعنا? لأ انا ما استعجلش انا اروح اشتغل في اكتر من مجال في اكتر من شركة سنة اتنين تلاتة لما حس ان انا عندي المام بش اقول لك العلم كله. المام ببعض الوظائف اللي موجودة جوا الشركات ساعتها نقدر ابقى بيزنس شاطر. وده على فكرة كل الرجال الاعمال الشاطرين عملوا كده. كل الرجال الاعمال اللي انتوا شايفينهم شاطرين عملوا كده. الاول كانوا موظفين. فيش حد خرج من الجامعة فتح البيزنس الا اللي عمل كده ده يكون معي ناس اصحاب او اهل سكة ساعدوه في الحكتة دي. فعشان كده نجح. لكن الناس التانية لا هم طلعوا اشتغلوا موظفين في في المكان اللي هم حتى اشتروا بعد كده. بس سنة واتنين وتلاتة وعشر وبعدين بقوا بيزنس من او بيزنس وومن كبار. فده اللي انا عايز اقولهلكم. طيب. بغض النظر ان احنا هنبقى اه بيزنس اونر او لأ دخلنا الشركة. ربنا كرام وتوظفنا. وان شاء الله يبقى فيه سيشان تانية وتالتة نعرف ازاي بقى نقدم في الشركات وازاي نعدي من انترفيو ان شاء الله يعني الفترة الجاية. فتخلنا الشركة. انا اللي انا عايزة يعني دايما بقول لكل الناس اللي انا يعني عايز لازم تعملوها ان انتو اول ست شهور في الشركة بتاعتكو. ما تعملوش اي حاجة في حياتكو اللي انتو تشتغلو وبس. ما ينفعش ما تشتغلوش. ما ينفعش ان انت تعمل صدقات. ما ينفعش ان انت تفكر انا انا لازم امدير بعد خمس سنين زي ما بيتقال في الانترفيو. لأ. لازم ان انت تفكر بس تشتغل وبس ما تعملش اي حاجة من الحاجات دي. بعد ست شهور نبتدي بقى نشوف نتطلع للفترة الجاية تبقى عاملة ازاي. تمام? دي ان شاء الله هنتكلم فيها للفترة الجاية يعني باستفادة اكتر ونعمل بقى المشاكل اللي بتقابلنا جوه الشغل. فلو حد عنده اسئلة في اللي انا اتكلمت فيه يعني هتعملوك تفضلو. مي طب انا مش فاهم اللي انت باعتها فممكن يعني تفتح ونتكلم. طب هي يا مي بتقول. وعليكم السلام. تفضل يا مي. انا عارف يعني بيبقى جامد كده واي حد مسلا بيروح له بيبقى فضلي. يبقى ايه? مي سمعني? عايزة معين. فضلي. ايه وليه بقى لقيتش يا اطريك بقى ساعتها كده يعني اي موظف مسلا بيجيله وكده بيبقى ام جامد كده مسلا ومش ام. يعني المعلقة صحة مسلا كل حاجة اللي ازيما عايزة بنملي ويا كده يا ميتقبلش مسلا. لأ بص هيولك على حاجة كلمة جامد ده طبعا مثلا بالنفس يعني والحاجات دي كلها اه تمام. ايه بقى الحاجات التانية بقى الشروط دي بقى ويهى الحاجات دي كلها. طيب كلمة بس جامد ديت انا مش هينفع ان انا كاتش ار استعرض قوتي على الموظف اللي جاي يشتغل او القبل كانت اللي جاي يشتغل الشغلان. انا ودي نصيحة ليكو كلكم. بلا استثناء عشان الموضوع ده بيعصبني جدا من يعني من زميل الاتش ار. انتو في موضع قوة زيكو زيه بالزبط. بمعنى ايه? معنى ان السي في بتاعك ووصلك لمرحلة ان انت تقعد قدامي في مقابلة في الانترفيو. فانا محتاجك وانت محتاجني. فما فيش حد احسن من حد. فانا طيب. فزي ما انت محتاج الوظيفة دية الاتش ار محتاجك. لو الاتش ار ده شاطر ووص والسي في قدر يقرا كويس وجابك واتصل بيك عشان تعمل الانترفيو. فانت كده حد شاطر وناس يعني انا لما بعمل اعلان توظيف بيجي لي بالميتين تلتونيت سيفين. فمعنى ان انا اعد مع عشر عشرين فالعشر عشرين دول بالنسبة لي صف وتتصف وفي اللي اتبعته. فزي ما انا هما محتاجين الشغلانة دية انا محتاج الواحد من العشرين دول. ففكرة ان انا استعرض قوتي عليه واستعرض عضلاتي عليه. كده انا بقى راجل فاشل في شغلان دي. تمام? دي بس في كلمة جامل عشان بس ايه? نبقى فاهمانها. اللي بيعمل كده لو انت قاعد في انترفيوه ولاقيتني انا او غيري او اي حد بيستعرض قوته عليك وبيتكلمك بتريها مش مناسبة واللي هو فكرة انا لازم احطه تحت ضغط. واحطه تحت مش عارف ايه عشان اشوف. لأ سيبه وامشي. ده لو هو ده طريقة شغله ده انت لو بقيت موظف معاك هيدوس عليك. فده ما تشتغلش في مكان فيه كده لان ده هيبقى بتاع المكان كله. فما ينفعش شغل في مكان زي ده. طيب. ايه الحاجات بقى للمفروض الاتش ار يوافع علي فيها لما انا اه اقدم في الانترفيو. هو انا كمحمد وسامة لما بقى من الانترفيو لحد. ايه الحاجات اللي انا وبص عليها? ابقى راجل مش في شغلي لو انا حقيم كل الناس او كل الوظائف بتقييم واحد. انا كل وظيفة عندي لها تقييمات معينة لكل شخصي. بمعنى ايه? انا النهاردة بعين سيلز. فانا يهمني في سيلز ثقته في نفسه. طريقة كلامه. الاتيتيود بتاعه. ومهارات البيع اللي انا كاتش ار شاطر ابتدى استكشفها اسناء الانترفيو. طيب هل ينفع ان الحاجات دي هي هي اللي انا هقيم بيها الشخص بتاع المحاسب مثلا? لا طبعا. المحاسب يعني مثلا ايه? انا محتاج ان السيلز دوت يبقى لابك في الكلام وياخد ويدي ويتكلم معي. انا لو جيت قعدت مع محاسب ولاقيته اه اه اجتماعي قوي وبياخد ويهزر ويدحك ويبتسم انا ممكن ما قبلوش. يعني ليه انا محتاج المحاسب ده راجل رازين جدا? فاجل ده قاعد يوميا قاعد بيتكلم في الفلوس? بيعمل حسابات? فلو هو عنده وقت ومجال للكلام والهزار والدلع. طيب ده هيغلط هيود الشركة في دهلية. تمام? فكل شغلانا لها بالنسبة لنا نقطة بقى حاطتها في دماغي وانا قاعد مع الشخص دوت اللي انا هبتدى قيمه عليها. فانت شوفي انت يا مي رايحة هتعمل الانترفيو عليه? وبناء عليه? هتبقى عارفة ومتأكدة ان الاتش ار ده بيقيمك في الحتة دي. في حاجات بتبقى انجنرال انا ببص حاجة للشخص طبعا مظهره والاتيتيود والحاجات دي كلها دي في كل الوظيفة لكن في كل وظيفة معينة انا ببص على الحاجات معينة. ماليش دعا نهائي بالتكنيكل. والاتش ار ما يسألش في تكنيكل. ده بيبقى في الانترفيو مع المانجر بقى. او بعض الشركات وساعات بتحصل انه بيخلوا الاتش ار يعمل جزء تكنيكل بسيط من خلالهم هم. بيبقى بديلهم مسلا اسئلة معينة هيسألها وهكذا. ففكرة ان انتو شايفين الاتش ار دي ناس شديدة وجحدة? لا هو مش ده المفروض انه يحصل. وانه لو حصل انا اللي بقول لكم ما تشتغلوش في الشركة دي. لان الاتش ار لو ابتدى من وين تا لسه بتقدم وبتاعمل انترفيوه. يعل عليك ويستغرد قوته وصرف الكلمة يحاول يضغطك ويوترك ويدوس عليك. لأ انت متشتغل انا ما اشتغلش معاك. وقولها لكم تاني. انتو زي ما محتاجين للوظيفة الشخص ده محتاجكم. فما تخافوش خلي فيه سكة في النفس. قاعدين واسكين جدا من نفسكو. حتى لو اترفضتو. ده عادي جدا وبتحصل. مفيش حد من اول انترفيوه بيتقبل. لازم عشان يتقبل في شغلية انا بيعد من انترفيو واحد واثنين وتلاتة واربعة وعشرة وعشرين عشان يشتغل في شغلية. فده يتمنى انا اكون جوبتك عالسؤال ويا جماعة تاني عشان الموضوع ده دايما عندي مشكلة فيه. ما ينفعش تخلو الاتش ار يبقوا يحسسكم ان هو بيعني هو اللي بيليد هو لازم يليد الموضوع. بس هو مايش عايز يوتركو. لو وصلته للمرحلة ان الاتش ار بيوتركو وتوترتو منه. لأ. يبقى الراجل ده فاشل في شغلته. وينفعش ان انتو تشتغلو معك. طبعا دسا يعني كان في سؤال شائع كده بتسأل لي يمكن احنا بنعمل تدريد ده بشكل دوري. في سؤال شائع بتسأل يعني من الشباب. اه ان دايما اللي بيعمل المقابلة ما بيكونش هو الشقور اصلا بيكون حد عادي من الشركة المهندس بتاع. اه الدنيا بتكون مختلفة خلاص عن المعظم النصائح او الحاجات اللي احنا بنقدمها في الترينينج. اه ده من الحاجات اللي كانت تساعدت كذا مرة. انا 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 عبقى متأكد مليون في المية. ان الشركة اللي بتعمل كده نسبة الترنو اوفر عندها عالي جدا. ليه? انا دوري ان اشوف ان الشخص ده مناسب للشغلانة دي ولا لا. كاتيتيود. كبادي لانجوش. كسكيلز عند الراجل دوت. كنوليج. كحاجات كتير جدا. لكن فكرة اني انا كشركة اخلي الوفيس مانجر تعمل ده. اخلي الادمي ان يعمل ده. الادمي مش مؤهل ان هو يعمل انترفيو. فهو لما يعني انا مسلا جاي رايح اقدم على اتشار مانجر في شركة. الاقي اوفيس مانجر وقدي حصلت معي بالمناسبة. قاعدة بتتكلم معي. فتمام. فسيز محمد عامل ايه? قلت لها الحمد لله تمام. قالت لي احنا محتاجين اتشار مانجر. فانا عارف ان هي مش اتشار فانا متوقع ان هي جاية تتكلم معي الدردش معي بس كده لحد ما هخش الانترفيو. لاتها هي بتبتدي تعمل الانترفيو. فبتقول لي فانا عايزة اعرف خبرات حضرتك ايه. فقلت لها اه بعض الحاجات قلتها لها يعني. بس قلت لها هل الحاجات دي هتنسبكوا في الشركة ولا لأ? فقالت لي مش عارفة. قلت لها طيب هل انا لو اتعاملت بالطريقة الفلانية في هتنسب الشركة والميشن يعني انا ابتديت بقى ايه اعلى عليها. فلاقيتها مش عارفة. قلت لها حضرتك انا دلوقتي بعد ما امشي انت مش هتعرف تقولي انا شاطر ولا مش شاطر. وممكن اقول لي الكلام جعلس قوي وانا فعلا راجل مش شاطر فانت تقولي الله محمد قسامة ده شاطر اتفضل اشتغل. يا هتلاقيني راجل بعد كده كفتة مش عارفة اشتغل فهتقولي اتفضل امشي وهتعملي تاني وتالت ورابع وخامس والترني اوهر في الشركة بيبقى لي جدا وبيحصل خسار في الشركة والشركة دي مش هتبقى احسن حاجة في مجالها. فعلا كده بالنسبة للشركات لازم اللي يعمل الانترفيو ويكون فاهم ويكون فاهم يعني ايه قصدي ويكون فاهم يعني ايه مقابلة عمل ويكون فاهم يعني ايه بتاعت كل شغلانة لان مهما حتى لو انت راجل مهندس ومدير الادارة الهندسية هو اللي بيعمل لك اول حاجة على طول ورد جدا ان انت متعرفش تشتغل في الشغلانة دي. ليه? لان الرجل المدير بتاعك لما يعمل لك الانترفيو مرة واحدة هو هيركز على الجانب الفني فقط لا غير. مش هيركز على الجانب السلوكي. هيركز على الجانب النفسي. مش هيركز على مهاراتك. انت راجل اشتغلت فين? انا اشتغلت في المشروع كزا وشركة كزا كونستراتكين وشركة كزا وشركة كزا. طب حلو قوي الله وانا محتاج ده. تعال اتفضل اشتغل. لكن وارد تبقى شخص آآ كسلي. وارد تبقى شخص آآ سوري في اللفز آآ متعجرف. كسول. وارد الحاجات دي كلها. دي بتبان بالنسبة لنا وبقدر افهمها في الانترفيو. فعشان كده انا دايما بقول ان الاتش ار يقدر يقايم الموظف المؤهل انه يخش الساكند انترفيو. فالشركة اللي بتعمل كده لأ بتبقى وحشة جدا. الشركة اللي بتعمل كده آآ ترني اوفر عندها عالي جدا. انت نفسك لو شاطر قوي واشتغلت في الشركة دي ادوارك جدا انت ما تكملش فيها ست شهور وتاني نفسك عايز تمشي. فيفضل انك لما تروح شركة وتلاقي ان اللي بيعمل لك انترفيو ومش اتش ار تسأل يا جماعة فين الاتش ار همش هعمل لي الانترفيو اتش ار. وارد جدا اصلا ان يبقى الشركة نفسها مفقاش اتش ار. دي كارسة. ان الشركة نفسها مفقاش اتش ار هم جايبين ولد قاعد بيبدو له المرتبات حضوره وانصراف بيقفل مرتبات وشكرا. ده واحد اسمه شؤونة عاملين وممكن بيبقى شؤونة دي بتكسب وبتنجح وبتعمل وبتساوي بس الشركات دي فشلة. شركات ديت مع اول هزة بتقع. شركات من اللي انا بقول عليها ديت في قزمة الكورونا اللي فاتت من تلات سنين ولا اربع سنين وعت. ما اعملت لهاش قمة تاني. اللحظات بتقوله دوت يعني بيحصل للأسف بس ده مش اصحي حاجة بالنسبة للشركات. وللقابلي كانت اللي هو ما عايزين يشتغل. في حد عنده اسئلة تاني? هو ينفع واحد خريك كلية تربية. يشتغل اتشقار? اه طبعا الاتشقار يعني ما عنديش مشكلة في الاتشقار. اهم حاجة الان انت تبقى فاهم او يا هيبة انت تبقى فاهمة يعني ايه اتشقار. حبة تشتغل الشغلانة. بتعرف تتعامل مع الناس. اللي لو عندك المهارات بتاعت الشغلانة ديت. وتأهلت فيها واخدت كورسات. ايه مشكلة? تشتغل اتشقار. كلية تربية بالعكس. يعني ده في بعض الشركات بتبقى محتاجة مجهود بدني من اتشقار. زي مثلا هو بيشتغل او التأمينات. فيبقى موضوع كلية تربية ده بالنسبة لنا حد كويس جدا يعني. زايد ان احنا بتاعت الشقار مش مقتصرة على بتوع حقوق او بتوع تجارة او بتوع الدرس واقسام اتشقار في الكليات خالص. انا راجل الاقتصاد والمسياسية وما درستش يعني اتشقار وكانش عندي الجامعات على ايامي. انا خريجي الفين وعشرة. فعلى ايامي ما كانش في الاقسام اتشقار جوه الجامعات زي دلوقتي. فانا حتى ما ابتديتش اخد الكورسات غير بعد خمس ست سنين من الشغل بتاعي. كان العلم بقى وكانت الكورسات بتادي تظهر يعني. بس اه طبعا اي حد يقدر يشتغل اتشقار طبعا هو مؤهل لكده. وعنده كده. دايما بقوله وانا وانا بتكلم معاكو دلوقتي لو انتو خدتوا بالكم الشغلانة الشغلانة الشغلانة. في فرق ما بين الشغل والشغلانة. حد عارف الفرق ايه? السؤال ده بس يعني اتمنى حدي لو يارف يجاوبه كده معايا. تقريبا الشغل اللي هو في مجالك انت او الشغل التكنيكال بتاعك اللي انت فلنما الشغلانة دي اللي هي تقريبا اي شغلانة والسلام. يعني اللي هيجي اي حاجة مش هتفرق. لا 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 مش كده خالص. فضالة يا اميل. انا حاسة ان يعني الشغل اللي هو حاجة مسلا مش بحبها بس هي شغل بس اما الشغلانتي دي حاجة مسلا انا مجتهدة فيها بارف اطور فيها. كده يعني? جزء صغير. فضالة يا سلمة لو عندك حاجة? انا كنت هقول برضو شوية من اللي هيقلت دي الوقتي ان الشغل هي حاجة يعني او زي ما نقول كده واي عشان حق متغطلباتي وباخد منها سلمة رجي اخر الشهر. اما الشغلانة فانا بقول بقى يعني زي ما هيقلت برضو ندي شغلانتي ندي الحاجة لنا ببدع فيها او ندي الحاجة لنا بديها بزء كبير من وقت تفكير. صح جدا صح جدا. وبتبسيط اكتر كمان هو محمد اسامة دوت اتشقار في مجموعة السالم. فشغلانته اتشقار. الشغل هو المكان اللي محمد اسامة شغال فيه. بس كلمة شغلانة انا شغلانتي كزا. فدي حياتي دي ده اللي انا اصلا بعرف اعمله. يعني فيه دايما يقول له انت هو انت شغلانتك كيف في الدنيا. يقول له يا عم انا انا بقى اعرف اصالح الناس على بعضها. هو اصلا المهارة دي عنده. فكلمة شغلانة دي يا جماعة مهمة جدا ومطاطة وحلوة. فدايما بقول للناس كلها لازم تبقى شغلانتك كزا. انت زي ما بيقول انت شغلانتك النهاردة انك تعمل الشيت الاكسل ده. هو ده بتاعك. فالشغلانة دي حاجة كبيرة جدا. فدايما بس انا حبيت اوضح للفرق عشان دايما بقول الشغلانة الشغلانة. طيب. في سؤال هنا انا اجاوب عليه. هو يعني ايه اتشقار وايه فايداته في حياتنا. طيب. يعني ايه اتشقار وايه فايداته في حياتنا. ده سؤال خلو جدا 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 جدا. هو اصلا كلمة اتشقار دي اختصار لايه? اختصار لهيومان سورسز. تمام? طيب. هل ينفع ان في مجال او شركة في اي حاجة في الدنيا ما هيبقاش فيها مورد بشري? لأ لازم يبقى فيها مورد بشري. واي شركة في الدنيا كلها فيها نعين من الاصول. اصول مادية وعينية. اللي هي الفلوش واللي هي المكاتب بقى والقوض وشاف ايه? واصول بشرية. احنا اصول البشرية بتاعت الشركة دي. او بتاعت الشركة دي. تمام? فاحنا عندنا في شركة من الشركات في ايا كانت شركة في مجموعة كبيرة من البني ادمين. من مختلف الطباة ومختلف الفئات ومختلف الثقافات ومختلف السلوكيات. هل في مكان قادر انه يقدر يجمع ويتعامل مع الناس دي كلها في الشركة? الا الاتش ار اللي فاهم يعني ايه? مورد بشري? اعتقد لا. فالاتش ار دوره مهم جدا 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 جدا. جوا اي شركة. يا جماعة اللي يقول لك الاتش ار ده بيقبض وبيخصم وبيعمل. والله يصدقوني ده مش اتش ار خالص ولا حتى شؤون عاملين لان كلمة شؤون عاملين دي كلمة اكبر من مرتبات كمان. ده قانون عمل وضرائب وتأمينات وقصة جديرة جدا حلوة اوي انا بحب اللي حتة دي اوي اوي. فالاتش ار ده الناس اللي بيعرف اللي بيعرف يتعامل مع البني ادنين. انت لو اتش ار هتعرف تتعامل في حياتك مع مختلف الانواع البني ادنين في الدنيا كلها. عايز اقول لكم على حاجة ان في علم الاتش ار. مؤخرا ما بقاش اسمه human resource. خالص. بق اسمه people resource. people resource. كلمة human. كلمة human. يعني human يعني انسان. تمام? لأ ان كلمة people هي اكثر تنوعا من كلمة human. لان كلمة people بتشمل الزكر والانسة. ولو زكر في المسيحي وفي المسلم. ولو انسة فيها المسيحية وفيها المسلمة. ولو زكر في مصر مثلا في السعيدي. في البحراوي. في القاهري. في الجنوب سيناء. لو انسة فيها نفس الكلام. ففيها تنوع اكتر. فلو ان كلمة people بتشمل متنوع اكتر من كلمة human. فعشان كده العلم دلوقتي بتاع الاتش ار. حتى انا انا في شركتي على المكتب بتاعي مسلا كاتب people resource. مش human resource. بس هي هي مش شائعة اكتر. فده اندل دل على ان كل ما التنوع زادت بين البني عدمين. كل ما الاتش ار دوت بقى دوره مهم وبقى دوره اشد واقوى ومطلوب اقوى في كل الشركات. لو حد شخصيته انه بيقول انه بحبش هتعامل مع الشخصية دي. يعني انت اصدك يا اميرة ان لو انت عندك مشكلة في شخصيات ما ما بتعافيش تتعامل معاها فانت هتعرفي تشتغل اتشار ولا اقا? صح كده السؤال كده. لا لو عندك مشكلة مع شخصيات مهينة في التعامل مش هتعرفي تشتغل اتشار. يعني خلينا اتكلم بواقعية. يعني في ناس مسلا تقول انا ما بحبش هتعامل مع الناس الخبيثة. ماشي. دي تقوليها في حياتك الشخصية. تتجنبيهم تبعدي عنهم. لكن جوه شغلتك. جوه المكان بتاع الشغل. لا ده دول اكتر ناس تتقابليهم. الناس الخبيثة ديت. الناس اللي هي عايزة تاخد من الشركة كل حاجة بس ما تديش حاجة. فانت لو ما بتعرفيش ازاي تتعامل معاها وما بتعرفيش ازاي تشتغل. اسمها ايه? يعني تخدي منهم اللي الشركة عايزاه بطريقتهم? لا اعتقد هيبقى في مشكلة وفي صعوبة. قد عنده اي سؤال في اللي انا تكلامت فيه? بيبقى فيها سئلة يعني عندنا بس انا خايفة سألك السئلة تاعت الشباب فيعني نطول ولا تمام? اه ما عنديش مشكلة ممكن كمال ربع ساعة معاكم يعني انا موصول جدا معاكم بصراحة. هو سؤال ممكن اسأله وكان برضو مهم. ممكن نجاوب عليه. اه سؤال بيقول ان هي في بنت بتعمل كتيرة. اه هي هي شاطرة في لوجة الصيني. وشاطرة جدا يعني كمينتاليتي. وعندها خبرات برضو في حاجات زي بيور وحاجات تانية كتير. بس اه هي طبعا حديثة التخرج فبطلب منها خبرة في اللي بتعملها ما بتتقبلش مع انها اه بتكون يعني موهلة يعني للشغل. فحطة الخبرة يعني حطة ان مثلا الطلاب المفروض ان هم ما يعملوا خبرة بقى وكده يعني ممكن بقى تصغلنا بشكل وطيف الناس تفهمها بقى بشكل كويس. ان المشكلة كده هتقبل موهلة اه اللي هو نص الشغل محتاج خبرة فهي لما بتقدم على شغل فمتتقبلش العادة موجود خبرة فازاي تاخد خبرة وهي لسا عايزة تشتغل صحي كده? اه اه يعني عايزين بقى خبرة في المجال الشخص بعدين فيه وهم لسا حديث التخرج طبعا دي بتبقى حاجة شايع فانا قلت تسألها يعني بحيث ان نفيدك كل يعني. طيب هو اغلب المشاكل اللي بتزهر لنا ك-HR فانا بدور على اه وظائف او بطلب بعلم عن وظيفة وبستنى الناس ان هي تقدم ان انا مثلا سي بطلب وظيفة عدد سنين الخبرة خمس سنين فلاقي ناس كتير جدا بعتالي ما بين ست سنين خبرتها واعلى من خمس سنين بمراحل بمراحل يعني لو ست سنين سبع سنين فبالنسبة لي قريبة من خمس سنين فبقى بلا. او ناس عندها خبرة سنة واتنين وبتقدم. طب طبيعي ان انا مش اقابل الناس دي في الوقت الحالي في الوظيفة ديت انا مش اقابلها. فلعنده خبرة سنتين ده او سنة او حديث التخرج. في بعض الناس للأسف وانا مقدر ان اللي هم بيعملوه. قلقيهم اي هو مسلا راجل وعايز يشتغل وعنده خبرة ستة شهور في المجال. فهو اي شغلانة انا مكتوب فيها اتش ار على طول يقوم بعد فيها يبعت سيفي يبعت سيفي. فيبقى في كل اسبوع يبعت لمية شركة. والمية بلا استثناء محدش يتصل بيه ويقوله تعالى اعمل انترفيو. فيقول الله ده على الاقل من المية لو واحد بس يعني واحد في المية يكلموني حتى واطرفت بس اسمي روحت انترفيو فما بيلاقوش. وانت بتقدم غلط. انت بتقدم غلط. حديث التخرج. انجينرال بقى. لما يقدم يقدم على الوظائف اللي طالب ناس حديث التخرج. اللي هي من زيرو لست شهور. انا كل يوم او يومين كده بنزل وظائف على الانكد ان كتير جدا. ببقى طالب فيها بعض الوظائف حديث التخرج. من زيرو لست شهور. لو قد عنده ست سنين ولا اربع سنين ولا تلات سنين حتى وقدم في الوظيفة دي مش هقبله. استحالة يتقبل. ما ينفعش. ليه? لانه هيبقى اوفرك والفايد قوي عن عن الحتة دي مش هيرف يشتغل. ولو حد انا طالب شغلانة تلات سنين خبرة وهو ست شهور خبرة يا جماعة يعني هي نسبة وتناسو. انت ازاي تقدم في الشغلانة انت راجل حديث التخرج دلوقتي عندك ست شهور خبرة. وانا طالب وظيفة تلات سنين خبرة فما ينفعش. فانت لازم تقدم في في الوظيفة. يعني انت لو المية المية اللي انت بعدتهم بعدت سوري بعدت السي في ديهم. كلهم طلبين ناس ست شهور خبرة. انا بأؤكد لك ان على اقل على اقل تلاتين في المية من المية يعني تلاتين شركة هتكلمك. دي نسبة متعرفة عليها عندنا في الهاتش او. ان تلاتين في المية من عشرين لتلاتين في المية من عدد الشركات اللي انت قدمت على السي في هيتواصله معي. بس في المقابل ان انت تكون مقدم السي فيه للطريقة الصحيح. طيب. تلسة متخرج في عشرين اربعة وعشرين سنة دي. وعايز تشتغل. ففي بعض الشركات او في بعض الوظيفة اللي طالب ازيله خبرة. الناس عايزة ناس تشتغل معاها لسه بدأ حياتها العملية. فاحنا هنعلمها ونبتدي نقول لها تفضلي انت هنا الشطرة. هتبتدي تشتغلي. فانا اقدم على الشرنانة دي. او اخش على في الفترة اللي هي بعد التخرج على طول حتى لو لمدة سنة. دي بالنسبة لي الانترشيب ديت هي دي الخبرة بتاعتك. فانت لما تخلصها يبقى عندك سنة خبرة. فهتلاقي عدد سنين الخبرة بتاعتك بدل مزيره بقى واحد. فمجال البحث عندك كبر شوية فتقدر تبعد سفيل لشركات كتير. واقول لكم تاني. اول سنتين في حياتكم بلاش نفكر في الفلوس. مهمة ومطلوبة. ولازم نبقى معنا فلوس. بس بلاش انا اقول لها انا لازم اشتغل واخد ست سبعة تمن تسعة تلاف جنيه. ما ينفعش. ما ينفعش دلوقتي. لان انا ممكن اقول لك بمنطلبة ساتره اخد كورس بعشر تلاف جنيه وتعالي اشتغل عندي. طب انا اروح اشتغل في شركة واخد الفين جنيه مثلا ولا تلات تلاف جنيه ده رقم ايا ده رقم يعني. انا هنقول لحد الادنى للاجور اللي هم التلاتة ونصف. فانا اروح اشتغل اخد التلاتة ونصف. واخد الخبرة اللي انا كنت هاخدها في كورس هدفع فيها في تلاف جنيه. انا بحسبها كده. يا جماعة فكرة التدريب دي مهمة جدا. التدريب مع كورس حلوة قوي. تدريب لوحده مش وحش. يعني لو متوفر ان احنا ناخد تدريب في شركة. وناخد كورس. معاه? حيدينا عالية قوي. هتخلينا مؤهلين لسوق العمل. فنركز احنا بنبعت لايه? نركز احنا بنبعت السنين الخبرة دي مهمة جدا. انا اول حاجة ببص فيها في السنين الخبرة. انا طالب خمسة ببص على السفية على الخمسة. موجودين بكمل قرية السفية. مش موجودين باركن السفية. برجع له بعد كده في وقت تاني. فسنين الخبرة مهمة جدا. مجال الشغل بتاعي مبقاش انا راجل بدور على اتش ار وشركة طلبة اه مثلا اه امين مخزنة او مباعد بتحصل. انا طالب مهندس مدني من كام يوم. بعتلي ناس اتش ار وبعتلي ناس سيلز وبعتلي يعني بيبعتولي ناس تانية خالص. يقول لك احنا بنقدم وبالقي الشغل. جمع انتم بتقدموه غلط. فانت بتقدم صح. تبص صح. مجالك صح. سين خبرتك صح. النسبة اللي انا قلت لك عليها ان شاء الله هتحصل. هناخد السؤالين دول من راشا ومي وبعد كده اه هنكتفي النهار ده كده. ان شاء الله يباري ناس اشان تاني ان شاء الله. معلاش برضو. الناس اللي بتسأل في حتة بتاعتين كده انه احنا اردي عاملين تدريب. لو حضرتك ممكن تكون شرفنا فعلا في التدريب. لو الحتة دي يعني ممكن تشرحها ما فيش مشكلة فيها. لكن لو فيها سيادة في حتة تانية غير اللين كده انه ممكن عادي تجاوبكم يعني. تمام. بجاوبة اكتر يعني. طبعا حاضر مفيش مشكلة. اتفضلي يا ماي. ايو سلام عليكم. طب لو سمحت بس سؤال بس ما عليش. حضرتك بتقول عايزت خبرة خمس سنين او ست سنين. طبعا انا مسلا لو لسه متخرجة او في سنة تانية او تالتة. فانا هجيب خبرة منين خمس سنين او ست سنين عشان يعني حضرتك زي ما انت عايز خمس سنين او ست سنين فانا هجيب الخبرة جيمين. عندما انا قلت لك. انا برضو في المقابل بطلب بعض الوظائف اللي طلبها من زيرو خبرة لست شهور. فديها هتبقى مناسبة لك. بس متهلمش بتبقى في كل الوظائف يا بتبقى في وظائف معينة. صح? طالس. في كل الوظائف بطلب محاسبين. صفحة لينكت ان متوفرة معاكو تقدروا تخش تشوفوها. نهاردة بنزل بستين على وظائف فيها ناس حديث التخرج. طالب ناس حديث تخرج. الفكرة انت هتقدمي فين? انا ما بقاش قصدي ما بقاش ان انا طالب حاجة. تمس سنين خبرة فانت تقدمي. انت لو قدمت في دوت حتى لو كل المتطلبات انا طالبها فيك. استحالها بالك. لان الخبرة جماعة مهمة جدا وبتفرق. الخبرة دي بالنسبة لي مش سنين خبرة وخلاص. الخبرة دي بالنسبة لي بتقولي ان الشخص ده النمي دية عدت واجهة مشاكل كتير جوة لشغلانة فخلتها عندها عاولة والمشاكل دي قبلتها تعرف تعديها. ده كلمة سنين خبرة بالنسبة لي. عشان بس اني ما متفقين. فانا بتكلم في ايه? ان انت لو انت لسه متخرجة السنة دي وقدمت في الوظائف اللي خمسين خبرة مش هقابلك استحالها قابلك. والعكس صحيح. ابو خمسين خبرة ده لو قدم في الوظائف اللي يقول لك اي شغلانة وخلاص. جماعة برضو ما اي شغلانة وخلاص دي مش هتناسبك بعدين. ان انت هتسبني مع اول فرصة مناسبة لك هتسبني وتمشي. فبرضو ده اللي انا دايما بقوله. قدمي بتاعك في الحتة بتاعتك. هيجي لك ان شاء الله الكولز بتاعت الانترفيوز وهيبتدي الناس تكلمك وتشتغل في قرب وقت. فضلي يا رشد. رشد فضلي. ايه غالبا مش عارب. طيب ايه فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كل ما اريح شركة يقول لي لازم ايه خبرة. وانا اجيب خبرة من ايه وانا لسا متخرجة باليه تلس سنين. دفعة اتنين وعشرين. حلو دفعة اتنين وعشرين وانت عندي خبرة تلس سنين. صح? لأ انا مش عندي خبرة. انا لسا متخرجة في دفعة اتنين وعشرين تعليم مفتوء. طيب انت بتقدمي في شركات طلبة ووظائف عندها خبرة صح? ايوان. طيب ما اكيد هيقول لك الجملة دي ليه تقدمي في الوظائف اللي طلبة خبرة يا جماعة اقدموا صح عشان يعني الرد مزبوط. في وظائف حديث التخرج وخبرة ست شهور وخبرة أقل من سنة. دي اللي تقدمي فيها. تماما. يعني انت خطي نفسك مكاني. انت دلوقتي بتعلني عن وظيفة طلبة زيرو خبرة. بص انا عكسها لك. او سنة خبرة سنة خبرة. ينفع انا محمد اسامة بالسفي بتاعي ابعته لك لو جالك هتعمل في ايه? لا هرفضه لازم يقول لك ايه. ده انا احداشر سنة خبرة. هتقبليني? هقضى باحداشر واسيب اللي هو لسه جاي جديد. انت لو طلبة وظيفة سنة خبرة وانا بعدت لك السفي احداشر سنة هتقبليني? اكيد طبعا لا. لا طبعا لا استحالة تبغى تكون. عارفة ليه? ليه? هتديك مثلا هو الكزا سبب هتديك ابسط سبب فيهم? الوظيفة امه سنة خبرة دي مرتبة كام? يعني انا حاجان الفين. الفين? انا بحداشر سنة قبل بالالفين? اكيد طبعا لا. بس بس تحالة تقبليني. ولو قبلت بالالفين دلوقتي هكمل معك ايه? هم تلات شهور وخلاص. فيش تلات شهور? لا. فيش تلات شهور. انا لو بكرة بعد ما اشتغلت مماضية العقد النار ده واليوم شغل. بكرة لو جالي وظيفة تانية بألف ونص هسيبك وامشي. ام تمام. الفين وجنيه مش الفين ونص الفين وجنيه هسيبك وامشي. بقيسيها برضو بالعكس. انا طالب خمسين خبرة. فجاي اللي سي فيه بسنة خبرة. هقبالك ليه? ام. انت بتقدمي غلص. انت لازل بتقدمي على المناسب لك انت. تمام. تمام? ام. تمام. طيب كانت سلمة تقريبا عندها سؤال وخلاص كده? ام. شكرا. العفو تحتنا. انا فولت على حضرتك والله بس هو اه دي ستشارة شوية. اه الشركة اللي انا فيها تمام. اه المؤسسية فيها مش افضل حاجة. وفيها مركزية عالية قوي للسي اي او. تمام? وهي بتعمل الفترة دي هي هي لسنا فتحق مصري بديد. فبالتالي هناك عالية قوي. دي دي بوينتز. فيه كمان بوينت ان بعض المانجرز هناك. تمام? مش راضين عن فكرة وجود طلبة في المكان. فمن الاخر اي دونت فيه سيب. تمام? بس مع ده كله انا متمسكة بالشركة لهدف واحد او يعني في دماغي ان انا بحق الهدف ده. وان انا سوري يعني العفو اللي بيحصل في الشركة ده انا مستفيدة منه كبزنس اونر بعدين. تمام? وان كل ما يبقى فيه زي ما يقوله كده فارم يعني فيه فارما في الشركة. فانا اه مع مع اللي بيحصل ده. انا زي ما بيقوله برضو عظمي بينشف. فهل انا بفكر صحيح ولا انا بضيع وقت. لا انت بتفكر صحيح جدا. بس ما يجيش على 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 سلامتك النفسية في المكان. او سلامتك النفسية. المكان ما يقصرش على سلامتك النفسية. مش معنى ان فيه فارما وانت عايزة تستخيدي. فتلاقي نفسك انك بتضغطي فتتوتري فالموضوع يأثر عليك. لأ ساعتها تقولي لأ شكرا انا بنسحك. تمام? اه وضع طبيعي ان شركة لسه آآ في مصر جديدة فالتيرنوفر عالي ده وضع طبيعي جدا على فكرة. مش عايز يخوفك. واللي برضو عايزة اقوله ان اي مكان فيه ناس مانيجر فتقول ناس خبرة كبيرة والذات لو سنهم كبير جدا. او مش مش جدا سنهم كبير. ففكرة وجود ناس طلبة او في المكان يخوفهم. ده طبيعي يا جماعة. ده طبيعي. ليه? لانهما قولد سكول قوي. فالناس ده يتكريه يتفع عنهم. فبيهددوا مكانتهم. بيهددوا افكارهم. فزي ما قلت لكم. صح ان انا صح ان انا اظهر يعني اظهر نفسي زي ما بيقوله. ولا اختفي عن عيون الناس الاول سكول دول لحد ما اواهي وامشي بمدرستكم من الاخر. لا انت مش قصة تقفي وترزهري. انت قصة ان انت بتعمل الشغل اللي مطلوب منك. انت اللي هو ان انت تستفيدي وزي ما قلت جملة حلوة او كلمة حلوة عظمك ينشف. في المقابل هتستفيدي فيما بعد. اعمل اللي انت عايزاه وكملي في شغلانتك بس ما تحاوليش ان اظهرك للشغل يأثر عليهم. لكن لو. بمعنى. يعني مثلا هم اقترحوا فكرة ما. وانت عندك فكرة ما تانية خالص. لو الفكرة هي هي وهتدي نفس العائد والفاليو في الاخر هي هي. خلي كلام هم يمشي. خليكي زكية. لكن لو كلامهم هم غلط. وكلامك انت اللي هيعود على الشركة بالنفع وده مليون في المية. لأ لازم تقولي فكرتك وتعرضيها. والرأي في الاول في الاخر للسي او. لو بيمشي كل حاجة بيديه. كهمت للمغزم اللي انا عايز اقوله. اه تمام اوكي. بس الفكرة ان هم عندهم سلطة زيادة. يعني اه احد المانجرز هناك كان طالب مني اه زي ما بقولك طالبة. اه هو. اه. اه هو عنده حوالي ستة وخمسين سنة و اشتعل في شركات كتير. كما زي انا ما قولت. كما زي انا ما قولت. بصي. بغض النظر بس عن الشركات والمانيا وايا كان. السن يا جماعة بيحكم. هو بيتعامل مع سلمة. انت عندي كم سنة يا سلمة? انا اه تسعتاشر. طيب. انت زي حفيته. مش هقولك بنته. ممكن تبقى حفيته. فمش هيتقبل فكرة ان بنوتة في السن ده كلمتها تمشي عليه. حتى لو كلامك صح. قالي انا يا جماعة السن ده كده. للأسف. انا محمد اسامة هو في بعض الشركات بعاني ساعات من ده. انا راجل مانجر وماسك ادارة كاملة هو بتحكم في شركة لما بطلع قرار بعض الناس بتعترض على القرار كن ان محمد ده صغير ازاي والقرار يمشي يمشي عليه. انت متخيلة? بس لصالح الشركة والقرار ده جوا اللي انا حطيتها عشان تبقى الشركة توصل لمرحلة ما انا بكمل. بس بحارب في ناحية تانية. لكن انا بفهمك هو بيفكر ازاي? مش عشان هو وحش مش عشان هو كرهك. فهمتي? كده انا عايزك في المكان اللي انت فيه. ايه? انا عايزك في المكان اللي انت فيه انت جاية الهدف معين بس ما تخليش الهدف ده يأثر على شغلك جوا الشركة. انت جاية في الاول في الاخر انت تشتغلي حاجة بتاخدي عليها فلوس عشان توفري او تقدمي حاجة للشركة دي. فزي انت معايزة تستفيدي من حاجة معينة شخصية لكي لازم برضو تبضل تستمر في تقديم الخدمة اللي الشركة دي محتاجها منك بغض النظر عن اي حاجة. بس فكرة الصراعات اللي ممكن تحصل بسبب الناس ديت. لازم تفكري بزكاة شوية عشان ما توصلش لمرحلة ان انت تتأثري ومتاخدش اللي انت عايزاني. وصلت? اوكي طبعا. بالتوفيق. انا بجد عايز اشكركم جدا 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 على السيشن النهاردة. وآآ يعني مش عارف آآ انا بجد سعيد جدا انا تتكلمت معاكم وان شاء الله يبقى فيه السيشن الفترة الجاية آآ بخصوص الحاجات ديت. واتمنى لكم يوم جميل وكل سنوات طيبين. انا حابة اشكر حضرتك جدا على السيشن. يعني مجازك اتمام. شكرا. اكيدا عارف ان انت وقت حدك كان مشغول جامد. فكون ان حدك توفر وقت السيشن دي حاجة تساعدني وتشرفني جدا بصراحة. متشكر جدا. ان شاء الله تعالى يعني اكيد ها كان للم برضو حضرتك ونصك مع حاجاتك حاجات تانية جاي كتير. وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا يا هندسة. ويا رب كده دايما مع بعض في الخير. وآآ يعني احنا بنتشرف بوجود حضرتك معنا يعني الله. شرف لي بجد وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة. وآآ يعني اتمنى ان الموضوع يبقى باستمرار لان بجد الموضوع جميل جدا. وانا بحب اتكلم مع الفئة ديت انتو زي اخوات الصغيرين. اتمنى ان العقبات اللي انا قابلتها في حياتي ما حدش فيكم يقابلها. ولو قابلتوها تبقى تعرفوا ازاي تتغلبوا عليها. دي تهمني جدا. شكرا جدا. شكرا جدا لكم. بالتوفيق. بالتوفيق يا هندسة. اسلام هندسة. شكرا. شكرا لكم يا شباب. واشمانسة والحسن بس هيبلغكم. الحقيقة كده كان بيجهزة وبيحضرها لكم. وبعد كده ان شاء الله تعالى ننسك معكم بقى الحاجات اللي جاية ان شاء الله تمام يا هندسة. اه طبعا الشباب اللي كان بتسألني على اي حاجة في الاسايمنت انا معاكم على الواتساب. تمام? بالنسبة للتدريب الناس اللي حاب بناتكم بتحضروا او الناس اللي كانت بتكلم عن او الوظيفة او كل الحاجات اللي كانت في الال. يعني نتكلم فيها من شوية. لو انت محتاج تحدث للتدريب. احنا نبعت لكم ان شاء الله على الجروب تفاصيله. تقدر ان انت تحضروا او تكلمونا عادي. وان شاء الله يعني ان شاء الله المهندس محمد ربسالما هو مجهود معنا في الروح. ان شاء الله يجي مع نا كمان. آآ ناخد منه كده في الحتة دي كمان يعني. طبعا يشرفني. اه. يشرفني طبعا. بننبسه. طبعا تقدروا اي حاجة انا مواجه على التدبيسة طبعا. تسلم ان ده يا ربناي كريمان كرام. فتقدروا تحضروا. ان شاء الله تستفادوا منه جدا. لو في اي حد عنده اي سؤال. اي حد عنده سؤال في اسايمنت آآ اللي فات عشان تاخدوا. عنده سؤال في اي حاجة. يعني اي استفسار. احنا معاكم على الواتساب. على الجروبات. وهنبعت لكم كمان آآ بتاع المهندس محمد وسامة. تقدرون تخش وتشوفوه. هتلاقوا عليه فراس كتيرة طبعا. آآ انتم مهتمين بحاجة زي كده. ولو عندكم اي طبعا استفسار. كلنا معاكم. كلنا نقدر نساعدكم. تدريب السياسة واحدة فتكو جدا جدا. احنا يعني مجهزين في كل المشاكل اللي انتم بتقابلوها. وان شاء الله نكون بنستفاد منه جدا. واي حد محتاج اي حاجة مننا كلنا. احنا معاكم على الواتساب. وان شاء الله نبعت لكم الحاجات والتفاصيل اللي انتم احتاجتوها. سواء لينك ده من مصر محمد او تفاصيل التدريب. شكرا. بس يعني هقول حاجة اخيرة. اه اي حد محتاج مني اي حاجة اي سؤال اي حاجة انا لينك ده ان متاح ليكو. اه الفيسبوك متاح ليكو. تقدروا تبعتولي عليها. انا برد عن الناس مش بتأخر. يعني ولو اتأخرت بيبغزبن عني. انا تحت امروكو في اي سؤال انتم حابين تسألوه لكل الناس اللي حضرت واللي محضروش. وحد عايز يسأل انا حاجة انا تحت امرو طب. اه يعني ما فيش اجمل من كده. نتفضل يا هندسة وشكرا جدا ليكو يا شكرا. انا معاكم بقى لو في اي سؤال سألون يعني اي سؤال يخص المبادرة المتنة سألون. اه اللي جهزوا يبعطوا الرقم اللي في الرسالة. مصر رائحة. تمام? اي حد يجهز الاسايمنت تقدروا تبعطوا المستحة. احنا بتاع الاسايمنت الشباب اخروا يوم الحد. الا لو فيه اكسبشن تقولون عادي يعني احنا معاكم ان شاء الله. انا سعيد جدا وبالمهندس محمد بجرد استفادنا منه كتير. وشكرا جدا لكم لحضوركم. يعني اه كملتوا للاخر. فان شاء الله كده نشوف كم في كل اللي جاية واي حد محتاج حاجة احنا دايما في الخدمة لكم بازن الزي. شكرا.